الآن إخوة اللي يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم إذن نتوكل على الله وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم في هذه المحاضرة الأولى محاضرتنا إن شاء الله في أول يوم في أول أسبوع من هذه الرحلة اللي إن شاء الله سوف تستغرق ست أسابيع أرجو أن تكون إن شاء الله رحلة ممتعة ومفيدة في طريقنا إن شاء الله لإحتراف إدارة المشاريع طبعا الرحلة يعني ما أستطيع أقول أنها قصيرة هي رحلة طويلة ستة أسابيع ليست فترة يعني قصيرة لكن إن شاء الله سوف أحاول كل جهدي أن أجعلها ممتعة لكم بقدر الإمكان بالمقابل طبعا يعني أتمنى أيضا أن تساعدوني فيها تساعدوني في ذلك حنبدأ من الأمور البسيطة جدا ونتدرج إن شاء الله ونحاول دائما أن نشرح الأمور بأبسط طريقة ممكنة طبعا أنا طلعت على معلوماتكم اللي شاركتوني إياها شاكرا لكم وعندي فكرة جيدة عن معظم المتدربين مثل ما أتوقع كمان عندكم فكرة جيدة عني فإن شاء الله بإذن الله تعالى نتعاون ونستطيع بإذن الله تعالى فعلا أن يعني تكون هذه الدورة مفيدة للجميع بقدر الإمكان يعني طبعا ما حاستغرق كثير في التعريف عن نفسي أتوقع أن معظمكم يعني يعرفني من خلال السوشيال ميديا أو من غير خلال السوشيال ميديا فمرحبا بكم جميعا يعني مرة أخرى ويشرفني وجودكم معنا في هذه الدورة بعض الملاحظات اللي ذكرتها وأعيد يعني أذكركم فيها المحاضرات كلها مستجلة سوف يتم رفعها على قناة خاصة بكم أو على عفوا قائمة تشغيل خاصة بكم على اليوتيوب فإذا اضطررت إلى أن يعني تغيب محاضرة أو جزء من محاضرة أو كذا فبإمكانك العودة إلى المحاضرة أو إلى تسجيل المحاضرة لكن الأصل صراحة والذي أحاول أو الذي أطلب منكم أن تحاولوا دائما قيام به هو يعني الحرص على حضور المحاضرة التفاعل يعني يسهل عليكم أمور كثيرة التفاعل وجودك في محاضرة تستمع للمدرب وتستطيع أن تطرح الأسئلة وتستطيع ربما أن تناقش موضوع معين يعني هذا يخليك متفاعل أكثر تمام؟ ولذلك قدر الإمكان حاولوا أيها الأخوة والأخوات قدر الإمكان أن تتواجدوا في كل محاضرة أن تتواجدوا في كل محاضرة السبب الثاني أنه يعني هذه أيضا نصيحة مهمة جدا أنا أعتبرها هو أيضا كي تتاح لكم مراجعة المحاضرة يعني إذا حضرتها اليوم تستطيع أن تراجعها مثلا غدا أو بعد غدا أما إذا ما حضرتها اليوم فغالبا ما حتشوفها إلا مرة واحدة اللي هي مثلا بكرة من المهم جدا أنا برأي جدا جدا يعني حط ثلاث خطوط وأربع عشر خطوط تحت كلمة جدا مراجعة كل محاضرة يعني من المهم أن ترى المحاضرة مرتين حتشوف أنه في فرط كبير وفي تثبيت يعني مهم جدا للمعلومات لما تشوف المحاضرة مرة ثانية فتحضرها أول مرة وتراجعها أو تراجعينها مرة ثانية حتشوف إلا في فرق حتشوف أنه في معلومات أوضح صارت تتبتت بشكل أفضل في نقاط ربما أنت كنت شرت في المحاضرة ما انتبهت لها فتنتبه لها فأنا برأيي هذا مهم جدا جدا يعني دائما الإخوة اللي يقومون بذلك اللي يراجعون المحاضرات فعلا يشكرونني على هذه النصيحة يقولون فعلا المراجعة غير فأنا أتمنى منكم لذلك أولا يعني الحضور أولا حيسهل عليكم هذا الموضوع أن تكون أو أن تكون موجودة في كل محاضرة والعودة إلى التسجيل حيسهل أيضا هذه الأمور تمام طيب باقي النصائح نصائح عامة أظن يعني ذكرتها لكم في المجموعة من ناحية أن تحمل التطبيق تطبيق زوم تتأكد من الدخول يعني مبكرا قبل خمس دقائق عشان تتأكد أن الصوت يعمل تتأكد أن المايكروفون هذا أنا المايكروفون تتأكد أنه يعمل تتأكد أن سرعة الاتصال بالإنترنت جيدة ما في أي مشاكل حاول قدر الإمكان أن تجلس في غرفة وحدك ما يكون في مشتتات ما يكون في أشخاص رايحين جايين أمامك يشتتونك فإذن غرفة وحدك الباب مقفل معاك كل الأدوات التي تساعدك في الاستمتاع في المحاضرة مهم جدا طبعا يعني هذه نصيحة أيضا دائما أذكرها لإخواني وأخواتي المتدربين والمتدربات الاستمتاع مهم جدا في هذا العلم وفي أي شيء حتى في العمل إذا ما استمتعت أو ما حسيت باستمتاع وكذا يعني حيصعب عليك الموضوع فسواء القهوة سواء الشاي الأشياء التي تساعدك على التركيز الورقة والقلم مهمة جدا فحاول إذن أن تضع نفسك في جو مناسب ويساعدك على التركيز أنصح أيضا باستخدام الهيتفونز يعني عشان تكون أيضا تعزلك عن العالم الخارجي وتستطيع أن تركز مع المحاضرة تمام لا أريد يعني أن أبسط الأمور أكثر ما يعني أكثر من الحقيقة دورتنا مثل ما ذكرت لكم هي دورة تعتبر نوعا ما من الدورات الطويلة طبعا هي المفروض أنها 36 ساعة هذا اللي يعني يشترط البيم آي أن لا تقل الدورة عن 36 ساعة لكن إحنا جعلناها تقريبا يعني لو حسبناها مع البريكات مع الاستراحات حوالي 54 ساعة تمام طبعا لدينا دائما حيكون لدينا في يعني ما بين السابعة والعاشرة حيكون لدينا نصف ساعة استراحة دائما تمام فإحنا دورتنا يعني لنتقل خلينا نقول عن 45 ساعة عمليا يعني 45 ساعة من الإعطاء تمام فهي ليست دورة قصيرة وهي أيضا ليست دورة سهلة يعني خلينا أكون صريح معكم لا تتوقع ولا تتوقعي أيها الأخو أيها الأخت أن الدورة سهلة وأنه حنحضر كل شيء ونفهم كل شيء من أول مرة وحندخل على طول يعني ننجح في الامتحان بشكل بسيط الدورة تبني لك مستقبل كمدير مشروع تمام دائما كل ما كانت الجائزة قيمة كل ما كان الطريق في صعوبة ما في جائزة قيمة بطريق سهل يعني إلا إذا طبعا يعني الأقدار الإلهية ساعدت في ذلك لكن الشيء العام أو سنة الكون التي وضعها الله سبحانه وتعالى أنه كل ما زالت الجائزة قيمتها يزيد تزيد صعوبة الطريق تمام هذا ما يعني أنه أنا يعني أخاف أو أني أتردد أو أني كذا لا هذا يعني أن يجب أن أستعد يجب أني كما ذكرنا أستعد للمعركة بالأدوات بالعلم بالفهم بالأسئلة تمام بالجهد بتخصيص الساعات هذا الأمر يعني يحتاج إلى بذل جهد لكن الجائزة إن شاء الله بإذن الله الجائزة عظيمة تمام لذلك يعني هنشجع بعضنا طول الوقت إن شاء الله ويعني نحاول أن نسهل هذه الأمور عليكم بإذن الله إلى أكبر قدر ممكن تمام التفاصيل التي تتعلق بالامتحان ومدة الامتحان وطبيعة الأسئلة في الامتحان سوف يعني تأتي معنا بعدها قليل تمام طيب لحد الآن في أي سؤال طبعا أسئلةكم بإمكانكم أن تكتبوها في الشات أنا أنظر يعني وأتابع الشات دائما إذا كان السؤال وقته مناسب أجيب عليه في نفس الوقت إذا كان السؤال مثلا حيجي بعد شوي فحاتركه ما حاجوب عليه وسوف يكون لدينا يعني استراحات قصيرة ممكن أيضا أن نطرح فيها أسئلة في أي سؤال لحد الآن الأمور إن شاء الله كلها تمام كيف حماسكم للدورة أهم شيء الحماس يعني لازم مثل ما ذكرت لك أنت الآن تسعى إن شاء الله في طريق فيه جائزة قيمة بإذن الله تعالى فيجب أن نستعد بإذن الله تعالى ونكون على أحسن استعداد منتاز طيب ما هي أهداف هذه الدورة هذه الدورة اللي مثل ما ذكرنا لن تقل عن خمسة وأربعين ساعة ما الذي نرمي إليه ممتاز أولا نريد أن نتعرف على دورة حياة للمشروع نحن هنكون مدراء مشاريع تمام خلي في بالك وخلي في بالك كمدير وكمديرة مشروع أنك لازم تعرف كل شيء عن المشروع تمام وأول شيء لازم تعرف عن المشروع هي دورة حياة كيف يولد وكيف ينمو وكيف يهرم وكيف يموت لازم أعرف قصة المشروع من البداية إلى النهاية تمام أنت الآن تتخصص في هذا المجال في مجال إدارة مشاريع يعني يجب أن تحاول أن تعرف كل المعلومات التي تتعلق بالمشروع وبإدارة المشروع لا تكتفي بالكورس يعني هذه نصيحة الآن عامي لا تكتفي بالكورس ومعلومات الكورس وكذا في أسهل شيء أنك تفتح الانترنت وتكتب تسوي بحث عن إدارة المشاريع أو إدارة التكاليف في المشاريع أو إدارة الجدول الزمني في المشاريع أو كذا المصادر كثيرة تمام وهذه كلها تقويك وتساعدك أوكي وتخليك مطلع أكثر تمام فهذا يعني هذه أيضا نصيحة مهمة لكم وسع مدارك وسعي مدارك قدر الإمكان تمام إذا أردت فعلا أن تكون ناجح في هذا العلم وفي هذا التخصص إذن هذا ما سوف نقوم بيه أولا سوف نتعرف على دورة حياة المشروع إذن كيف يبدأ المشروع لماذا يبدأ المشروع لماذا أحتاج أصلا إلى إطلاق مشروع كيف يبدأ ما هي المراحل التي يمر بها مثل ما ذكرنا كيف يولد كيف يكبر كيف يصال إلى النضوج ثم كيف يهرم ويغلق ويموت تمام هذه الدورة الحياة هذه يجب إذن أن نعرف ثانيا سوف نتعرف في هذا الكورس على ثلاث مجالات دومينز يركز عليها الامتحان طبعا لأن من أهدافنا أيضا في هذه الدورة أن نساعدكم بالتأكيد على اجتياز اختبار البي ام بي project management professional أو مدير المشروع المحترف في ثلاث دومينز حسب الاختبار الجديد الآن الامتحان سوف يقسم على ثلاث مجالات كما سوف نذكر بعد قليل بالتفصيل مجال الأول اللي هو people الناس كيف تقود الناس يا مدير المشروع وتتعامل معهم من بداية إلى نهاية المشروع بشكل يجعل المشروع ناجح ثانيا processes أو العمليات ما هي العمليات التي يجب أن تعرفها يا مدير المشروع تمارسها كي تدير مشروعك من البداية من البداية إلى النهاية وثالثا الbusiness context أو سياق العمل والسياق الاستراتيجي الذي يجعلك تفهم كمدير مشروع كيف يعمل مشروعك ضمن حزمة مشاريع أخرى ضمن عمل مؤسساتي كبير للوصول إلى تحقيق أهداف استراتيجية للمؤسسة تمام إذن هذه الثلاثة دومينز هذه المجالات الثلاثة التي سوف نتعلمها مع بعض إن شاء الله خلال هذه الدورة تمام من أهداف هذه الدورة أيضا أن نتعلم عدة مقاربات أو عدة طرق تستخدم في إدارة المشاريع قبل تغيير الامتحان في بداية السنة كان كل التركيز على الطريقة التقليدية في إدارة المشاريع اللي نسميها أو الووترفول طريقة الشتلاء بعد تغيير الامتحان صار نصف الأسئلة تماما أحيانا أكثر من نصف الأسئلة يأتي من مقاربات أخرى من طرق أخرى لإدارة المشاريع مثل الإدارة الرشيقة الإدارة التزايلية الإدارة التكرارية طبعا كل هذه الأمور سوف نشرح فالآن مثل ما ذكرنا أنت كمدير مشروع لازم توسع مدارك مو معنى أنك يعني تعمل مثلا فقط أو تمارس حسب خبرتك فقط الإدارة التقليدية أنك ما تعرف شيء مثلا عن الإدارة الرشيقة لازم تكون على الأقل ملم بالأساسيات في الإدارة الرشيقة وهذا اللي الآن ما يركز عليه الاختبار الاختبار الجديد يركز على أنك فعلا كمدير مشروع محترف محيط أو تحيط بهذه المنهجيات المتعددة وتعرف كيف تستخدم المنهجية المناسبة لمشروعك ما طيب من أهدافنا في هذه الدورة أيضا أن نفهم الممكنات التي تمكن مدير المشروع من القيام بعمله بشكل صحيح وما هي المخرجات التي سوف نحصل عليها المخرجات اللي هي عادة الوثائق التي نبنيها خلال إدارتنا للمشروع وما هي الأدوات التي أستخدمها كمدير مشروع في هذه المجالات الثلاث طبعا الأهداف النهائية لهذه الدورة تتمثل في شيئين اثنين في نهاية هذه الدورة الأهداف الألتمت قولز الأهداف النهائية التي نسعى لها هي أولا أن نساعدك في إدارة مشاريعك بنجاح وأن نزيد من فرص نجاح المشاريع التي تديرها بأكبر حد ممكن عندما تمارس هذا العلم بشكل صحيح عندما تستخدم هذه الأدوات بشكل صحيح عندما تتبع هذه المنهجيات بشكل صحيح تزيد فرص نجاح المشروع إلى أكبر قدر ممكن تمام؟ هذا هدف لدينا إذن أن نصنع منك مدير مشروع ناجح يستطيع أن يدير المشاريع بنجاح أو حتى تحقق أهدافها المرجوع تمام؟ والهدف الثاني النهائي كما تعلمون هو الحصول على شهادة PMP لماذا؟ لأنه لا زالت إلى الآن وسوف تظل ربما فترة طويلة أهم شهادة يحصل عليها أي شخص يريد أن يثبت كفاءة في مجال إدارة المشاريع هي الشهادة رقم واحد المطلوبة في السوق لا تأخذوا كلامي افتح أي موقع توظيف تعرفوا اتثق فيه مثل بيت دات كوم ولا غلف تالنت ولا منستر حتى عالميا افتح منستر دات كوم ولا انديد ولا غيرهم وسوي قم بإجراء بحث عن الوظائف التي تطلب PMP تمام؟ سوف ترى إذن سوف ترى النتائج قارنها بأي شهادة أخرى وسوف تعرف إذن أهمية هذه بالشهادة تمام؟ طيب هذه هي المحطات التي سوف نقف فيها في رحلتنا من بداية إلى نهاية الدورة تمام؟ قسم الأجائل ليس موجود في البنبوك ما في قسم متخصص اسمه قسم الأجائل يا أستاذ يوسف وأن ما في ملحق جاء مع الأصدار السالس مفروض أنكم عارفين وموجود في المادة العلمية اللي شاركتها معاكم إذا فتحت المجلد اللي اسمه في ملحق اللي هو الأجائل المختص بالأجائل لكن حتى هذا الملحق لا يكفي للامتحان فلذلك إذن يعني قمنا بإعادة صياغة الدورة كي تتضمن كل التفاصيل التي تتعلق بالأجائل طيب هذه المحطات إذن التي سوف نمر بها في رحلتنا المحطة الأولى سوف تكون طبعا عبارة عن مقدمة ما هي إدارة المشاريع ما هو المشروع ما هي إدارة المشاريع وأهميتها وإلى آخر ثانيا سوف نتكلم عن البين بوك قايد اللي هو الدليل المعرفي لإدارة المشاريع الكتاب المعتمد اللي وضعه معهد إدارة المشاريع والذي يمثل المرجع الأساسي للدورة هذا الكتاب وضعته لكم المدى العلمية بالنسختين موجود معكم بالنسختين العربية والإنجليزية سوف عندما نصل إلى هذه المحطة سوف أشرح لكم محتوياته وكيف تستطيع أن تستعين به ثالثا سوف نتكلم أو المحطة الثالثة سوف نشرح السياق سياق العمل والسياق الاستراتيجي لإدارة المشاريع كيف تستخدم إدارة المشاريع ولماذا تستخدم إدارة المشاريع ضمن العمل وضمن المؤسسات وما هي أهميتها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية إذن سوف نتكلم عن ذلك في هذه المحطة المحطة الرابعة سوف نخصصها للحديث عن أو الاطلاع على عمليات إدارة المشروع التسعة وأربعين بعضكم يعرف أن الأخوة الذين ربما درسوا الإصدار السادس ولم تتح لهم فرصة التقدم للامتحان يعلمون أنه في تسعة وأربعين عملية سوف نتحدث عن تسعة وأربعين عملية يستخدمها مدير المشروع على طول فترة حياة المشروع لإدارة المشروع هذه التسعة وأربعين عملية كما سوف نرى بالتفصيل لاحقا تقسم إلى خمس مجموعات المحطة الخامسة سوف نقف فيها ونستعرض كيف تستخدم المقاربات الرشيقة الأجايل بما أن نصف الأسئلة مثل ما ذكرنا في الامتحان سوف تركز على الطريقة أو الطرق الرشيقة اللي اسمها الأجايل تمام فإذا نخصص لها محطة تضعنا في جو الأجايل إيش يعني الطرق الرشيقة ماذا يعني الإدارة الرشيقة ما هي أهم مبادئها وأهم الأمور التي يجب أن أعرفها على المحطة السالسة سوف تخصص لإنشاء فريق فعال كيف أنشئك مدير مشروع وهذا طبعا من أول الأمور التي أقوم بها في أي مشروع أن أقوم ببناء فريق فعال طيب هذا الفريق الفعال كيف أتأكد أنه فريق فعال ما هي مواصفات الفريق الفعال كيف نبني فريق فعال كيف أتعامل مع فريق افتراضي كيف أكسب دعم وكيف أكسب ولا هذا الفريق هذه الأمور التي سوف نتكلم عنها في المحطة السالسة في المحطة السابعة سوف نتكلم عن إطلاق المشروع وبالتالي بشكل أساسي سنتكلم عن التخطيط للمشروع كيف أخطط لنطاق عمل كيف أخطط لجدول زمني كيف أخطط لإدارة تكاليف كيف أخطط لإدارة مشتريات كيف أكامل وأدمج هذه الخطط كلها كي أحصل في النهاية على خطط إدارة مشروع كاملة ومتكامل المحطة رقم ثمانية محطة ثامنة سوف نخصصها لتنفيذ العمل لتنفيذ المشروع والتالي إذن ما هي الأمور التي أقوم بها أو التي يتعين علي القيام بها كمدير مشروع أثناء التنفيذ وخاصة مثل ما يتعلق بالمخاطر المشروع المحطة التاسعة أيضا تركز مرة أخرى على ابقاء الفريق على السكة الصحيحة كما يقولون على الطريق الصحيح تمام لاحظ الفريق هنا أو لاحظ الفرق الأساسي إذا أردت أني أقول الفرق الأساسي بين الاختبار قبل التغيير والاختبار بعد التغيير هو التركيز على مهارات مدير المشروع في التعامل مع الناس يعني كان في الاختبار القديم الأسئلة التي تأتي على المهارات الناعمة كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الفريق كيف تدير فريق الذكاء العاطفي مهارات القيادة هذه الأمور كان ما تتعدى الأسئلة 10% 10-15% الأسئلة التي تأتي على إدارة الناس وإدارة الفرق والتعامل مع الناس الـ الـ الآن 42% تحديدا 42% من الأسئلة تركز على الناس كيف تتعامل وكيف تدير الناس وعلى فكرة هي أسئلة سهلة أنتم عارفين يعني الأسئلة الصعبة هي التي تركز على على العمليات كيف تبني جدول زمني وكيف تسوي موازنة وكيف تدرس مخاطر كيف تحللها كيف تدرس مشتريات وكذا هناك الصعوبة هناك هناك اللي نسميها المهارات الصلبة اللي تتغلب في تفاصيل الإدارة إدارة المشروع أما تعامل مع الناس وإدارة الناس وقيادة الناس هذه مفروض أمور سهلة يعني soft skills تمام فبالتالي هذا يجعل الامتحان حقيقة أسهل الامتحان الآن المفروض أن يكون أسهل من الامتحان سابقا لأنه عندك 42% أسئلة تعتبر في مجال سهل هو مجال إدارة الناس والتعامل مع الناس تمام المحطة العاشرة والأخيرة سوف تركز على يعني التأكد من تنفيذ المشروع ضمن السياق مثل ما ذكرنا الاستراتيجي والسياق الذي يهم المؤسسة بحيث دائما نركز على الحصول على القيمة وخلق القيمة الفاليو التي يجب أن يحققها المشروع في النهاية إحنا أطلقنا هذا المشروع عشان نخلق قيمة عشان نؤسس لقيمة فاليو تمام فهذا ما يجب أن أحرص عليه يعني طول الوقت أنا أتأكد أن هذا المشروع يحقق القيمة المطلوبة تمام هذه المراحل العشرة المحطات العشرة التي سوف إن شاء الله نقف فيها في هذه الرحلة في الرحلة في أي سؤال لحد الآن أي سؤال التسجيل طبعا عادة ثاني يوم صباح أن يكون معكم ثاني يوم صباح يعني اليوم أخذنا محاضرة ثاني يوم صباح طبعا منتص إذن إذا ما في أي سؤال نبدأ بالمحطة الأولى وهي كما ذكرنا مقدمة إلى إدارة المشاريع أتوقع أن بعضكم ربما اطلع يعني على هذه الأسئلة سوف نطرح بعض الأسئلة التي أنا أعتبرها أساسية التي من خلالها يعني نأخذ بعض المبادئ ونفهم بعض المبادئ التي تتعلق بإدارة المشاريع تمام إذن في عندي مجموعة من العبارات وأريد منكم أن تجيبوا على هذه العبارات إذا كانت صحيحة أو خاطئة أحاولوا بدون ما تغشوا أنا أعرف أن المادة العلمية معاكم إذا غشيتوا معلش يعني جابوني إجابة صحيحة لكن تذكروا لي لماذا لماذا أجبتم يعني هذا الجواب نبدأ إذن بالعبارة الأولى العبارة الأولى تقول مدير المشروع يقود الفريق أو يرشد الفريق لكيفية أداء مهامهم للحصول على الأهداف المطلوبة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة هل يقوم مدير المشروع بإرشاد الفريق لكيفية تنفيذ مهامهم في العمل لكي يحققوا الأهداف صح أم خطأ أراكم يلا وين أيها الإجابات وين الشجعان وين الحماس صح خطأ خطأ صح صح خطأ خطأ صح أيها طيب خلينا نشوف إذن ما هي الإجابة الإجابة أنه هذا غير صحيح مدير المشروع ليس من مهام أنه يعلم الأشخاص كيف يقوموا بعملهم أو أنه يرشد الفريق إلى كيفية القيام بأعمالهم كل شخص في الفريق المفروض هو أقدر شخص على القيام بالعمل المسند إليه يعني إذا أنت عندك ديزاينر مثلا مصمم في فريقك ما حاجي أنا كمدير مشروع ويعني أوريك كيف تسوي تصميم أو أني أقول لك لا لا تسوي كذا أو استخدم كذا أو لا جيب هذه هنا أنت المفروض أقدر شخص وأكفأ شخص على القيام بهذه المهمة لذلك وضعناك مصمم وأنت مبرمج وضعناك مبرمج وأنت مهندس وضعناك مهندس وأنت فني وضعناك فني صح إذن ما هو دوري كمدير مشروع إذا ما كنت سأرشد هؤلاء الأشخاص ولا سأعلمهم شغلهم إيش دوري دوري قيادتهم إدارتهم تمام تحفيسهم توضيح الرؤية لهم ما الشيء الذي نريد أن نحققه ما الأهداف التي نسعى لتحقيقها تمام ما هي القيم التي يجب أن نتمسك بها متابعتهم في العمل تأكد من إنجازهم في الأعمال المطلوبة في الوقت المناسب تمام مساعدتهم إداريا دعما يعني أما ليس فنيا أنا لست أدرى منهم بأعمالهم تمام كل شخص فيهم هو المفروض أدرى بعمله وأنا أدرى بعملي كشخص قيادي إداري تمام فلا أتدخل بأعمالهم الفنية ولا أحاول أني يعني أوريهم شغلهم مثل ما يقولهم أين طيب السؤال الثاني أو العبارة الثانية تقول يجب على مدير المشروع أن يحمي الفريق من المقاطعات التي تمنعهم من التركيز على عملهم ما رأيكم بهذه العبارة صحيحة ولا خاطئة صحيحة كل متفقين ولا خاطئة طيب جيم تعالوا نشوف إذن نعم هذه العبارة صحيحة تمام أي وأحسنت يا أستاذ زهير إذن من مهام مدير المشروع الأساسية أن يوفر بيئة عمل مناسبة للفريق فإذا هذا الفريق كل شوي جاي عنده شخص يسولف معه ويشرب معه شاي وقهوة وكل شوي جاي واحد إداري يطلب منهم عمل ما له علاقة في المشروع وكل شوي جاي واحد يسألهم هما قاعدين يشتغلوا وإيش وإيش مهامهم هذا طبعا يمنعهم من الإنجاز ويمنعهم من التركيز ومهمتي أنا كمدير مشروع وكقائد للفريق إني إيش إني أؤمن لهم هذه البيئة لتساعدهم على الإنجاز لتساعدهم على التركيز لذلك نعم أمنع هذه المقاطعات أنا إذا شفت أحد يقاطعهم يعرقلهم يمنعهم من التركيز مهمتي أو أحد مهامي كمدير مشروع أن أقوم بإيقاف ذلك أين فهذه العبارة أيضا صحيحة وهذا يندرج تحت مبدأ مهم سوف نتعرف عليه لاحقا أو أحد أساليب القيادة المهمة اللي سنتعرف عليها لاحقا اللي اسمها القيادة بالخدمة سيربنت ليدرشيب تمام كقائد مهمتي أن أخدم الفريق ويندرج تحت ذلك أني أؤمن لهم بيئة عمل مناسبة تمام المقاطع يعني مهام أخرى ما لها علاقة بالمشروع أو مثل ما نقول حديث وسواليف أو قهوة أو شاه ما له داعي تمام فهذا كله لا يساعد الفريق على العمل ولا يساعدهم على التركيز وعلى الإنجاز طيب العبارة التالية تقول يتم تعيين مدير المشروع من قبل السيئة لهو المدير العام أو أعلى منصب في المؤسسة المدير التنفيذي أو رئيس المؤسسة ما رأيكم خطأ طيب اللي أجابنا خطأ عنده إيجابة صحيحة ما هو البي ام او بس عشان إخواننا في احتمال إخوان ما يعرفون زملاء ما يعرفون إشي عن البي ام او البي ام او البي ام او البراجيكت مانيجمنت اوفيس أو مكتب إدارة المشاريع اللي هو عادة وحدة إدارية في المؤسسة موجودة في بعض المؤسسات مهمتها يعني متابعة المشاريع متابعة مدراء المشاريع بإشراف على عملهم إلى آخر كما سوف نتعرف على ذلك بالتفصيل لاحقا طيب نعم إذن دعونا نرى الجواب إذن نعم هذه العبارة صحيحة طيب الشركات اللي ما فيها بي ام او من اللي يعين احنا ما أنا ما قلت لكم ترى انه يعني بي ام او هو اللي يعين لا هي الإجابة خاطئة عموما يعني مو المدير التنفيذي أو مو المدير العام الذي يقوم بتعيين مدير المشروع لا وإنما يمكن أن يكون البي ام او يمكن أن يكون السبونسر اللي هو راعي المشروع اللي هو عادة شخص في الإدارة العليا هو صاحب الفكرة عادة يعني فكرة المشروع فهو يرعى المشروع لذلك هو يتولى يعني مهمة رعاية المشروع بمعنى تأمين موارد المشروع والدفاع عن المشروع أمام الإدارة وتمثيل المشروع أمام الإدارة تمام ولذلك طبعا الشركات المتوسطة والصغيرة أو إحنا ما نسمي يعني أنت تسميها متوسطة أو أنت تسميها متوسطة أستاذة شهرية حقيقة صغيرة يعني إحنا اللي نسميها متوسطة لازم يكون فيها على الأقل أكثر من يعني 200-300 موظف عشان نسميها متوسطة أقل من من ذلك نعتبرها صغيرة فأنت تقصرين للشركات الصغيرة نعم الشركات الصغيرة إحنا ما يعني يعني مرفوع عنها القلم من الأشياء المهمة التي يجب أن نعرفها أو نضعها في بالنا دائما أثناء هذا هذا الدورة وهذا الكورس أن الأشياء اللي إحنا نتكلم عنها في الكورس هي الأشياء المثالية هو يعني الأشياء هو الحلم الوردي الجميل اللي نتمنى كلنا أن نعيش هي الأشياء هو العالم المثالي الجميل لمدير المشروع لكن الواقع طبعا مختلف بسبب أنه معظم الشركات ما وصلت إلى هذه الدرجة من النضوج من النضوج الإداري من الاستعداد الإداري معظم الشركات ربما لا زالت يعني في عالمنا تحديدا العربي بعيدة عن هذه الممارسات التي تعتبر أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وهنا يأتي دورنا وهنا يأتي دوركم صح؟ نعجزنا أنتوا باقي عليكم دوركم أن تنقلوا هذه الممارسات لنعتبرها أفضل الممارسات إلى الشركات التي تعملون بها والتي سوف تعملون بها إن شاء الله لاحقا لنقل هذه الممارسات المثالية تمام؟ فلذلك يعني كثيرا الأخوة يسألوني يعني أو بعض الأخوة بعض الأخوات أنه إحنا في الشركة ما نسوي كذا طبيعي ما تسوي كذا لسه لم تصلوا بعد إلى درجة النضج لسه أنتوا لا تعملون بشكل مثالي لا تعملون وفق أفضل الممارسات وفق المعيار لا أنتوا شغالين بالبركة يعني أو أشياء أخرى تمام؟ فطبيعيا هذا طبيعي أنه أنت لا تطبق ذلك ولذلك أنت الآن تتعلم عشان تطبق الشيء الصحيح فالشيء الصحيح أن لا يقوم أو أن لا يتدخل المدير التنفيذي أو المدير العام بتعيين شخص كمدير مشروع لأن المدير التنفيذي والمدير العام يتدخل عالة في الأمور الاستراتيجية في القرارات الاستراتيجية المهمة لها تأثير على المؤسسة لبعد ثلاث خمس سنوات ما يتدخل في قرارات يعني تعتبر تكتيكية قرارات في على الأوبيريشنز على مستوى التشغيل وإنما يكون هناك في إدارة يعني وسطة أو حتى مثل ما ذكرنا سواء PMO أو كان في راعي مشروع من الإدارة العليا إذن صاحب الفكرة صاحب المشروع صاحب فكرة المشروع هو الذي يقوم من ذلك أما ليس السيئيو أكيد يعني أو لا يفترض أبدا أن يقوم المدير العام أو الرئيس التنفيذي والله أنه يدخل مين مدير المشروع ولا مو مين مدير المشروع ولذلك يعني أنا اخترت هذه الأسئلة لأنها تخالف المفاهيم الشائعة اللي ربما تكون موجودة عندكم من يقوم بتعيين مدير المشروع طيب العبارة اللي بعدها تقول يتوجب على مدير المشروع الاستنكاف يعني الابتعاد عن التدخل في خلافات الفريق إذا حصل خلاف في الفريق صار في خلافات بين أعضاء الفريق المفروض يتركهم يحلوا مشاكلهم الواحدهم ما يتدخل في خلافاتهم ومشاكلهم ما رأيكم بهذه العبارة صحيحة ولا خاطئة يلا وين الحماس وين باقي الشباب أيها جميل تمام ذكرنا قبل قليل أنه من مهام مدير المشروع تأمين بيئة عمل صحية صح لا طيب إذا سمحنا للخلافات بالظهور وربما بالامتداد ألا يؤثر ذلك على العمل ألا يؤثر ذلك على بيئة العمل ألا يمنع الناس من التركيز ألا يمنعهم من الإنجاز طبيعي تمام لذلك جزء مهم جدا ودور مهم جدا يقوم به مدير المشروع هو حل وإدارة الخلافات في الفريق تمام لأنه الخلاف يخلق بيئة عمل سلبي أين طيب العبارة التالية تقول يمكن أن يؤثر الخطر على المشروع بشكل إيجابي صحيح ولدائما التأثير سلبي للمخاطر ما رأيكم نعم إيجابي طبعا صحيح نعم المخاطر يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المشروع فتسمى فرص أما المخاطر التي تأثيرها سلبي فتسمى تهديدات صحيح وعادة الحقيقة لو نظرتم لأي خطر أي خطر فيه فرصة أي خطر ذو وجهين أو ذو حدين قد يكون له تأثير سلبي على شيء محدد أو على فئة محددة على محددين وقد يكون له تأثير إيجابي على جهة أخرى أو جانب آخر من المشروع أو أشخاص آخرين تمام فغالب الأحيان تجد أن الخطر له يعني حدين له تأثيرين طيب تأثيراً التأكد من الامتثال للقانون والقواعد القانونية والقواعد والقوانين الناظمة في الحكومة وفي الدولة وفي مكتب العمل يعتبر من مسؤوليات مدير المشروع عندما نصل إلى بحث المخاطر لا تستعجل يا أستاذ المعتز لكن أبسط مثال ارتفاع الأسعار مثلاً المواد الأولية إذا أخذنا ارتفاع أسعار المواد الأولية بالنسبة للمقاول هو تهديد وتأثير سلبي صح إذا ارتفعت أسعار المواد حيضطر يشتري المواد به أسعار أعلى تمام وبالنسبة للمالك اللي اتفق مع المقاول يعتبر شيء إيجابي لأنه خلاص هو متفق مع المقاول مثلاً على مبلغ ثابت فارتفعت الأسعار المقاول يتحمل هذا الضرر وليس انخفاض الأسعار قد يكون العكس عموماً سوف نشرح ذلك بالتفصيل لما نصل العبارة إذن اللي وقفنا عندها هل من دوري أو من أحد أدواري كمدير مشروع أن أتأكد أن العمل في المشروع يمتثل compliance يعني امتثال يعني لا يخالف قواعد العمل في وقوانين العمل في الدولة التي نعمل بها هل من دورك مدير مشروع أن أتأكد من الامتثال وعدم مخالفة أي قوانين داخلية في الشركة أو خارجية تفرضها الحكومة أو تفرضها مؤسسات أو هيئات ناظمة ويجب أن يحرص يعني من دوره ولا مو من دوره غالما يجب أن يحرص يعني من دوره صحيح ولا لا العبارة تقول ليس من دوره فالإجابة إذن إجابة إذن خاطئة هي من دوره تمام من دور مدير المشروع أن يحرص على ذلك العبارة التي تليها تقول المشاريع التقليدية يعني مو الأجايل دائما لما نستخدم كلمة تقليدي يعني عكس رشيق سوف نفصل ذلك لاحقا لكن الأخوة اللي عندهم فكرة المشاريع التقليدية تشجع استخدام أدوات بتقنية منخفضة وبرؤية عالية مشاريع التقليدية اللي هي مثلا مثل مشاريع البناء فلنفرض مشاريع البناء مثال على يعني مشاريع تقليدية هل نستخدم فيها أدوات ذات تقنية منخفضة ورؤية عالية ولا بالعكس طبعا عندما ان شاء الله نشرح عندما نصل إلى هذه النقاط سوف نشرحها بالتفصيل طبعا الإجابة غير صحية بالعكس الأجائل أو الإدارة الرشيقة هي التي تشجع استخدام أدوات بسيطة أو ذات تقنية منخفضة ذات تقنية منخفضة يعني بسيطة يعني مثلا سبورة دفتر وقلم دفتر ملاحظات sticky notes هذه نسميها lotic ما فيها تقنية عالية أي شخص استطيع استخدمها لكنها high touch تظهر لك يعني لها رؤية لما تكتب على سبورة أو تكتب على دفتر ملاحظات سهل الكل يراها ويتشاركها وكذا تمام الإدارة الرشيقة تحث على ذلك إدارة الرشيقة تحث الأشخاص في المشروع على استخدام أدوات بسيطة بتقنيات بسيطة الابتعاد عن الأدوات المعقدة لا تستخدم برامج معقدة وسوفتوير معقدة وأجهزة معقدة حاول قدر الإمكان إذا فيه أشياء بسيطة تؤدي الغرض المطلوب تستخدم الأشياء البسيطة ليش؟ عشان نضمن أكبر قدر من الفهم المشترك والتفاعل بين أعضاء الفريق إذا استخدم تقنية معقدة يمكن الناس ما تفهمها يمكن الناس ما تستوعبها يمكن الناس ما تستطيع أن تقرأها يمكن اليوم إذا عطيتكم أنا مخطط مشروع على برنامج مثلا مثل بريمافيرا يمكن ما أحد يستطيع منكم أن يعرف أو أن يقرأ هذا المخطط أو يفهم هذا المخطط لكن إذا عطيتكم مرسوم على سبورة أو على ورقة وقلم يمكن تفهموا أكثر من ذلك بكثير صح ولا لا ولذلك تشجع الإدارة الرشيقة على استخدام أدوات بسيطة تقنيا لكنها يعني توضح ذات وضوح عالي high touch ذات وضوح عالي تمام العبارة الأخيرة يتم إطلاق المشاريع بهدف تحقيق أرباح للمؤسسة صحيح ولا خاطئ ولا خطأ يتم إطلاق مشاريع بهدف تحقيق أرباح للمؤسسة صح ولا خطأ يعني فقط نطلق المشاريع لتحقيق أرباح ولا ممكن يكون في مشاريع لا تهدف إلى تحقيق أرباح أيها تمام إذن هذه العبارة عبارة خاطئة ما هي العبارة الصحيحة أي نعم يا أستاذ أحمل ويا أخو ويا أخرات يتم إطلاق المشاريع لتحقيق قيمة ومنافع value وbenefit قيمة ومنافع الآن هذه المنفعة ممكن أن تكون مادية لكن ممكن أيضا أن تكون منفعة غير مادية صح ولا لا مثلا إني أعزز سمعة الشركة صح أطلق مشروع لتعزيز سمعة الشركة مشروع علاقات عامة P-R نسوي حملة لإظهار الوجهات السياحية الجميلة في المملكة تمام هل الهدف هنا مادي لا الهدف هنا المنفعة هنا طبعا في جزء منها مادي ربما على المدى الطويل حتزيد مثلا الزيارات السياحية وكذا وكذا لكن الآن في سمعة الهدف المنفعة الآن اللي نحرص عليها هي تعزيز السمعة تمام هي منفعة غير مادية نعم في مشاريع أخرى كثيرة المؤسسات الأهلية عموما ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الغير ربحية معظم مشاريعها لا يوجد فيها أو كل مشاريع المبدأ الأساس فيها أنها غير ربحية تمام أريد أن أوزع مساعدات أريد أن أبني مساكن للمتضررين أريد أن أعزز قيم معينة في المجتمع تمام أريد أن أبني ثقافة معينة أو أبني معي ثقافي أو كذا أو أمكن فئة معينة كل هذه إذن مشاريع لها منافع غير مادية لا ليست أرباح صح ولا لا فإذن إدارة المشاريع أو الهدف من إطلاق مشاريع هو الحصول على منافع وهذه المنافع قد تكون مادية وقد تكون غير مادية تذكر ذلك دائما ويعني معظم هذا الشيء أريدكم أن تضعوه في ذهنكم دائما في الكورس عندما نتكلم عن أي مشروع أو عن إدارة المشاريع عموما في الكورس فنحن غالبا نتكلم عن المشاريع التي تهدف إلى المشاريع الداخلية التي نقوم فيها في داخل المؤسسة التي تهدف إلى تطوير المؤسسة التي تجلب منافع للمؤسسة وليس المشاريع الخارجية التي أنا كمقاول مثلاً أروح أنفذها يأتيني عميل مثلاً ويطلب مني أني أبني له عمارة ويطلب مني أني أسوي له موبايل أبليكيشن تطبيق موبايل هذه الحالة التي نعتبرها الثانوية يوم أنا أقدم خدمة لشخص آخر وأخذ منه فلوس عليها هذه الحالة الاستثنائية الحالة الأساسية عندنا في الكورس تبعنا وفي عملكم إن شاء الله غداً الحالة الأساسية هي أني أقوم بمشاريع لصالح المؤسسة لصالح المؤسسة التي أعمل بها وليس لصالح عميل أو شخص من خارج المؤسسة تمام واضح أيها الإخوة والأخوات طيب في أي سؤال لحد الآن في العبارة قبل الأخيرة هل المقصود ضد الإدارة لا أبداً العبارة تقول المشاريع التقليدية المشاريع التقليدية تشجع استخدام الأدوات البسيطة ذات الوضوح العالي هذه العبارة خاطئة الذي يشجع على ذلك ليس المشاريع التقليدية وإنما المشاريع الرشيقة تمام يا أستاذ شهير؟ الذي يشجع على استخدام الأدوات البسيطة ذات الوضوح العالي هي الإدارة الرشيقة وليست الإدارة التقليدية تمام واضح في أي سؤال لحد الآن كله تمام إن شاء الله جميل إذن كان الهدف من هذه العبارات فقط أن نضعكم في جو إدارة المشاريع وفي بعض المفاهيم الخاطئة اللي ربما يعني تكونوا تعرضتم لها أو يعني سمعتوها وهي مفاهيم خاطئة فأردنا يعني أن مباشرة نضعكم في هذا الجو وفي جو المفاهيم الصحيحة في إدارة المشاريع الآن نبدأ إذن البداية الحقيقية ونبدأ من أول كلمة ما هي منافعهم؟ خدمة للمجتمع خدمة للدولة خدمة للناس المتضررين خدمة للناس هذه منافعهم المنافع هي منافع اجتماعية طيب ما هو تعريف المشروع؟ هل لهم عائد؟ لا إذا كان لهم عائد صارت ربحية طبعا ممكن يكون عندهم مشاريع ذات عائد تنمي لهم مصادر تمويل داخلي لكن الأصل في هذه الجمعيات أنها تعتمد على مانحين مانحين ممكن تكون جهات حكومية ممكن تكون غير حكومية حسب قانون طبعا الدولة واختلاف بين قانون وقانون لكن الأصل أنها تعتمد على مانحين وبعضهم طبعا يستطيع أن يكون أو يكون مصادر تمويل ذاتي إذا كان لا يعتمد على مانحين أو يريد أن يقلل الاعتمال على مانحين يستطيع مثلا وأكبر مثلا ذلك الوقف كما تعلمون يعني مشاريع الوقفية هي من هذا الباب طيب ما هو المشروع نبدأ بأول نقطة وأهم نقطة صحيح ما هو تعريف المشروع كل الصور اللي أمامكم طبعا هي أمثلة عن مشاريع صحيح لنا بناء الهرم أو بناء الأهرامات يعتبر مشروع صح بناء فندق أو برج يعتبر مشروع بناء تطبيق الكتروني مثل الفيسبوك ولا اللينكتين ولا تويتر ولا غيره يعتبر أيضا مشروع تمام وكل هذه المشاريع طبعا تتطلب إدارة طيب ما هو الشيء المشترك يعني اللي يجمع هذه الصور كيف أستطيع إذن أني أعرف المشروع فإذن المشروع موجود مو في الأيام يعني مو في أيامنا بس من أيام الفراعنة زي ما أنتوا شايفين كان في مشاريع وفي إدارة مشاريع صح ولا لا أيها أستاذ ملك كل شيء له بداية ونهاية يعني الدفتر مثلا له بداية ونهاية أستطيع أن يعتبر مشروع طيب عمل مؤقت هل هو فقط عمل مؤقت يعني مثلا إذا شربت أنا فنجان قهوة هذا عمل مؤقت خلاص يصير اسمه مشروع له منفعة له منفعة طبعا فنجان القهوة أكيد له منفعة صح أو لا أيها يجب أن لا يتكرر تمام جميل جميل خلينا إذن نجمع هذه الأمور اللي أنتم ذكرتموها ونبني هذا التعريف إذن المشروع هو نشاط وليس شيء هو نشاط endeavor endeavor يعني نشاط تمام طبعا أنا يعني ملاحظة بينقوسين أنا عارف أنه بعض الأخوة والأخوات يعني مهارتهم باللغوة الإنجليزية ربما ليست عالية أوكي وأكيد هذا الشيء يعني حيتطلب منهم شوية جهد إضافي تمام لكن ركزوا معي في الشرح لا تركز في المكتوب في السلايد أوكي السلايد هذا ممكن بعدين تحطوا على جوجل ترانسليتر ولا تستخدم أي شيء إذا حبيت يعني لكن أنا براي حتى ما في داعي ركز مع شرحي تمام أفهم ما الذي نشرحه يعني لا تركز في تفاصيل الكلمات تفاصيل الترجمة وأنا أذكر المصطلحات دائما باللغتين وحاول دائما أن يعني أعيد المصطلح باللغة العربية والإنجليزية عشان يعني تتبت هذه المصطلحات طيب فإذا كنا نقول أن المشروع تعريفا هو نشاط اندذر نشاط مؤقت يجب أن يكون هذا النشاط مؤقت تيمبراري ما يصير يكون نشاط مستمر إلى ما لا نهاية أو إلى نهاية يعني غير واضحة طبعا في النهاية لأن كل نشاط هو مؤقت صح؟ في الآخر يعني يرث الله الأرض ومن عليها لكن في نشاط مؤقت يعني معروف أو مخطط لإنهاء عندنا خطة أنه هذا النشاط يجب أن ينتهي في اليوم الفلاني أو في ستة أشهر أو في كده تمام؟ وفي نشاط ربما لا يكون لدينا خطة لإنهاء مثلا عندك خط إنتاج وقاعد يشتهل هذا إذن ما في ما في يعني خطة ربما لإنهاء فإذا النشاط مؤقت هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون هذا النشاط فريد يونيك لا يتكرر يحصل مرة واحدة فقط تمام؟ بناء برج نشاط مؤقت وفريد صح ولا لا هذا البرج لن يماثله أي برج آخر في العالم وعملية البناء هذه أو من يوم طلعنا بفكرة إنشاء البرج إلى يوم بنينا أو انتهينا من بناء البرج هذا كان نشاط مؤقت وضع له جدول زمني تمام؟ حتى انتهى هذا العمل ولن يتكرر ممكن تقولي طيب أبني برج مماثل أو نسخة عنه في مكان ثاني طيب في مكان ثاني إذن اختلف المكان واختلفت الناس اللي حتشتغل وربما اختلفت التقنيات اللي حنستخدمها في بناء البرج واختلف الفريق اللي حن ينفذ هذا البناء صح ولا لا؟ إذن كل مشروع هو فريد هو حال فريدة حال خاصة لا يماثله ولا يشبهه أي مشروع آخر وهو مؤقت تمام؟ يهدف إلى بناء مثل أو يهدف إلى منفعة مثل ما ذكر أستاذ أحمد هذه المنفعة يمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون طبعا مادية أو غير مادية يمكن أن تكون منتج product إذن أنا أريد مثلاً أن أقوم ببناء تطبيق موبايل هذا اسمه product منتج أنا أريد أن أبني أو أن أضع تصميم لسيارة جديدة هذا منتج تمام؟ يمكن أن يكون خدمة يهدف إلى بناء خدمة تمام؟ سوف نبني برج الاتصالات هذا والخدمة التي نهدف إلى تحقيق من هذا المشروع هي خدمة الاتصال الناس في هذه المنطقة يستطيعون استخدام الآن الموبايل للاتصال تمام؟ ويمكن أن يعطيني المشروع نتيجة result مثلاً الإحصاء السكاني الذي تقوم به عادة الدولة كل فترة يسوه إحصاء سكاني لإحصاء كل السكان في دولة ما ما هي نتيجة هذا المشروع؟ نتيجة هذا المشروع تعداد سكاني صح؟ نتائج إذن كما عدد السكان، كيف توزع السكان، ما هي الفئات العمرية في السكان، وين الكثافات السكانية إلى آخره؟ إذن هي عبارة عن نتائج طيب فالمشروع إذن في النهاية مثل ما ذكرنا يجب أن يجلب منافع طيب إيش منفعة الدولة الآن؟ يسألني واحد إيش منفعة الدولة من مشروع التعداد السكاني؟ مثلا ما رأيكم ما هي المنفعة التي نحصل عليها بنتيجة مشروع أو التي تحصل عليها الحكومة أو الدولة بنتيجة التعداد السكاني؟ ها؟ الهدف الأساسي طبعا اللي يندرج تحت التخطيط الاستراتيجي وتحت الرؤية أني كيف أقدم خدماتي للمواطنين؟ أيوة كيف؟ وين المدارس اللي أحتاج الجديدة؟ أحتاج أبنيها وين؟ في أي أماكن؟ المستشفيات؟ نعم ما هي المدن التي تحتاج إلى ربط؟ عشان أسوي لهم مثلا هايوي لأنه صار في عندهم كثافة سكانية وحركة مواصلات كبيرة وين إذن الانتشار السكاني؟ وعلى هذا الأساس نخطط التخطيط العمراني ونخطط كيف نقوم بإيصال الخدمات لهؤلاء الأشخاص صحيح ولا لا؟ طبعا هذه كلها بنيفتس تمام؟ هل في بروفتس؟ هل الحكومة تأخذ أرباح من هذا الشيء؟ هل الحكومة الذي يعمل في وزارات كل مؤسسات كل كذا؟ هل هذه المشاريع الحكومية تهدف إلى أرباح؟ معظم المشاريع الحكومية التي تستهدف طبعا تقديم منفع للمواطنين ليس لها أرباح لا أرباح لها بل أحيانا تخسر زي ما أنتم عارفين في كثير من الدولة تدعم مثلا أسعار البنزين تدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية تدعم أسعار الكهرباء ربما بالعكس يعني تتكلف الحكوم صح أو لا؟ في المنافع مثل ما ذكرنا هي منافع اجتماعية بالدرجة الأولى وليست منافع مادي صح أو لا؟ جميل هذه المنافع إذن مثل ما ذكرنا أكثر من مرة يمكن أن تكون ملموسة ملموسة محسوسة مادية تانجبل وممكن أن تكون غير ملموسة غير محسوسة غير مادية انتانجبل ما ذكرنا منافع اجتماعية تمام تعزيز سمعة مثلا تسويق لبراند معين تمام واضح؟ واضح أيها الأخوة والأخوات؟ هذا إذن تعريف المشروع ما هو تعريف إدارة المشاريع؟ إذن بعد ما نعرفنا ما هو المشروع؟ النشاط المؤقت الفريد الذي يجلب منفعه لا يجب أن يكون هناك شخص يقوم على إدارته والتأكد من أنه فعلاً هيجلب المنفع المطلوبة ويحقق المتطلبات المرجوة لازم طبعاً هنوصل لهذا الأستاذ معتز مثل ما ذكرت لك يعني لا تستعجل الأمور لما نوصل لكل نقطة نشرح تمام؟ عموماً مثل ما ذكرت لكم يعني اذكروا أسئلتكم إذا وجدت أنا أنه هذا مكانها المناسب أجيب عليها إذا وجدت أنه لا هنذكرها لاحقاً فأؤجلها فلا أحد يزعلمني يعني إذا طنشت سؤالك مو معنى أني ما شفته أو تجاهلته لا أنا عارف أنه حيأتي معنا في نقطة يعني قادمة فنشرحها في وقتها طيب إدارة المشروع إذن تعريف إدارة المشروع حسب البينبوك حسب الدليل المعرفي كما ذكرنا اللي هو الكتاب اللي مبني عليه الكورس تبعنا هي استخدام الأبليكيشن استخدام المعرفة knowledge والمهارات skills والأدوات tools والتقنيات techniques إذن استخدام المعرفة والأدوات والمهارات والتقنيات على أنشط المشروع لتحقيق متطلبات المشروع إذن هذا دورك يا مدير المشروع أنك تستخدم المعرفة التي لديك والمهارات التي لديك والأدوات والتقنيات التي لديك على أعمال المشروع لكي تتأكد أن المشروع سوف يحقق المتطلبات التي أطلقناه لتحقيقها تمام؟ وطبعاً استخدام دراء مشاريع بكفاءة عالية يؤدي إلى أن المؤسسات أو أن الشركات أو المنظمات تحقق أهدافها بكفاءة وبفعالية تمام؟ فلذلك إذن أنا أحتاج هذا الشخص المهم إذا عندك مشروع فاستثمر في مدير مشروع جيد لا يعني تسترخص أو لا تجيب أي شخص أو لا تعين أي شخص بشكل عشوائي وإلا مشروعك ممكن يكون في ضياع تمام؟ طيب ما هي الأسباب التي تجعلنا نطلق مشاريع؟ لماذا أحتاج إلى إطلاق مشاريع؟ طبعاً جواب ذكرناه قبل قليل صح بالوصول إلى منفعة أو لتحقيق منفعة طيب هذه المنفعة ممكن أن تكون ماذا؟ ذكرنا أشياء كثيرة مثلاً ربما تحقيق بعض المتطلبات القانونية أو التنظيمية في متطلب قانوني مثلاً أن تكون هناك نسبة سعوة كذا في الشركة إذن أطلق مشروع لتدريب مثلاً بعض الشباب السعودي علشان تحقيق المتطلبات وبالتالي إذن وفع نسبة السعوة كما؟ متطلبات قانونية معينة أيضاً يمكن ذلك أو متطلبات اجتماعية مثل ما ذكرنا مثلاً قرية تحتاج مستشفى إذن أطلق هذا المشروع وبشكل أو بآخر طبعاً المشروع سوف يحقق احتياجات أو متطلبات معنيين بالمشروع هذه الكلمة التي سوف تمر معنا في الدورة حوالي ألف مرة سوف أذكرها في دورتنا حوالي ألف مرة ماذا تعني ستيكولدر؟ كل من يؤثر أو يتأثر بالمشروع سلباً أو إيجاباً أو أحياناً بنسميهم أصحاب المصلحة أو المعنيين الناس المعنيين بالمشروع المعنيون إذن اللي لهم مصلحة اللي لهم انترست فالمشروع عادة يحقق لهم هذه المصالح طبعاً يعني للستيكولدر الأساسيين لأنا أطلقت المشروع عشانهم طبعاً العميل هو ستيكولدر الزبون هو ستيكولدر الإدارة العليا هي ستيكولدر فريق المشروع هم ستيكولدر مرير المشروع يعتبر ستيكولدر تمام؟ فإذن تحقيق توقعاتهم وحتياجاتهم تطلق المشاريع أيضاً لإنشاء منتجات جديدة أو تحسينها أو تصحيحها تمام؟ أو زيادة جودة مثلاً أو زيادة إنتاج أو تحقيق تغيير معين فكل هذه أسباب استطيع كي أصل أو كي أحققها أني أطلق مشروع إذن أطلق مشروع لتحقيق هذه الأهداف ممكن يكون أي هدف من هذه الأهداف تمام؟ أما مشروع يطلق بدون هدف يعني أحياناً بداعي الغيرة مثل ما يقولون أو المنافسة شركة منافسة مثلاً استخدمت تقنية معينة طيب نسوي إحنا زيهم ونجيب نفس التقنية ونستخدمها عندنا في شركتنا بدون وضوح في الرؤية بدون تحليل مناسب بدون دراسة لكي نرى هل فعلاً هذه التقنية تناسب شركتنا أو لا ماذا تكون النتيجة؟ تكون نتيجة فشل المشروع عندما يطلق المشروع بدون هدف واضح وسبب واضح ورؤية واضحة يكون مصيره غالباً الفشل صحيح ولا لا تمام طب نكون إذن انتهينا من هذه المقدمة الآن بعض المعلومات التي تتعلق بالاختبار الجديد بعد انتهينا المقدمة خلينا نعطيكم شوية معلومات عن الاختبار الاختبار طبعاً بنسخته الجديدة بعد أن تم التعديل عليه في بداية العام في بداية 2021 الاختبار الآن 180 سؤال ولم يعد كما كان سابقاً أن كل الأسئلة هي عبارة عن أربع إجابات وتختار الإجابة الصحيحة فقط لا صار فيه أنواع متعددة للأسئلة طبعاً النمط العام هو أسئلة بأجوبة متعددة ويجب عليك أن تختار الإجابة الأصح ليس صحيحة الأصح لأنه ممكن يكون عندك أكثر من إجابة صحيحة لكن مطلوب أن تختار الإجابة الأصح طيب مدة الامتحان 230 دقيقة لكي تجيب على هذه الأسئلة تقريباً أو عندك استراحة 10 دقائق ما بين 90 سؤال و90 سؤال بإمكانك أن تأخذ استراحة 10 دقائق وتتابع الامتحان ما في درجة معحددة للنجاح في الامتحان يعني ما يعطونك درجة لكن نتيجة الامتحان تكون عبارة عن إما ناجح أو لا سمح الله راسب ويعطيك الدومين الثلاثة اللي ذكرناهم كيف كان أداءك في إدارة الناس كيف أداءك في العمليات كيف أداءك في البزنس في العمل فالأداء إذن يشير هل أداءك حقق المطلوب ولا أبوف تارجت فوق المطلوب ولا بيلو تارجت تحت المطلوب طبعاً هذا الامتحان يأتي من ويصدر من PMI Project Management Institute مع الإدارة للنشاريع وهو يعتبر من أقدم المنظمات تم تأسيسه عام 1969 وهذه الشهادة مثل ما ذكرت لكم تعتبر الشهادة رقم واحد عالمياً ويحملها أكثر من مليون شخص طبعاً مليون شخص من أصل 7 مليارات أو 8 مليارات في الكوكب يعتبر عدد قليل جداً يعني عندنا أكيد أكثر من مئات الملايين من المشاريع كل دولة الدولة الوحدة ممكن يكون فيها أكثر من مليون مشروع فتصور إذن كم عندنا من مشاريع تحتاج إلى مدراء مشاريع ما في غالب أخي يوسف لكن يعني تقديرياً تحتاج إلى تقريباً إلى أن تحل 120 سؤال بشكل صحيح تعريف المشروع مثل ما ذكرنا نشاط مؤقت لا يتكرر يعني فريد يهدف إلى تحقيق منفع هذا تعريف المشروع طيب أي سؤال آخر؟ أي سؤال آخر؟ طيب إذن هذا ما يركز عليها الامتحان اللي نسميها الأي سي أوز اللي هي الأكزام كونتينت أوتلاينز مفردات الامتحان مفردات الامتحان إذن تتوزع على مثل ما ذكرنا أسئلة تركز على قيادة الناس إذن 42% العمليات 50% الأسئلة التي تركز على العمليات وثمانية في المية الأسئلة التي تركز على بيئة العمل والسياق الاستراتيجي تمام؟ للتعرف على تفاصيل أخرى بإمكانكم زيارة هذا الرابط على موقعي وضعت فيه مقالة مفصلة عن التغييرات وعن الامتحان الجديد الاختبار يتوفر باللغتين أو مو باللغتين يتوفر بحوالي 11 لغة أظن منها العربي اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتستطيع أن تختار اللغة التي تناسبك إذا كانت إنجليزيتك متوسطة وأقل فاختر اللغة العربية لا تختار اللغة الإنجليزية إلا إذا كانت لغتك الإنجليزية ممتازة تمام؟ إذا اخترت لغة عربية تستطيع أن يعني ترى النص الإنجليزي تستطيع أن ترى النص العربي والنص الإنجليزي أما إذا اخترت اللغة الإنجليزية ما تستطيع أن ترى النص العربي تكلفة الاختبار كما تعلموا ربما كلكم 555 دولار وطبعا في نهاية هذه الدورة سوف يكون لنا محاضرة خاصة عن كيفية التقدم للاختبار والتسجيل للاختبار وتقديم الطلب الذي يتعلق بالاختبار واضح أيها الإخوة والأخوات تمام في أي سؤال؟ أي سؤال لحد الآن؟ قبل أن نقف لإستراحة نصف ساعة هل يوجد أي سؤال؟ تستطيع أن تحصل العضوية من البي ام آي تدفع 139 دولار أي شخص يستطيع أن يحصل على هذه العضوية الآن؟ ادخل على موقعهم وهو هكتب الموقع هنا أي شخص يستطيع أن يدخل على الموقع ويقوم بشراء عضوية 139 دولار؟ وبالتالي تحصل على خصم في الامتحان سوف أذكر كل هذه التفاصيل مثل ما ذكرنا في المحاضرة الأخيرة بالنسبة للامتحان نعم النجاح يكون على المواضيع الثلاثة هل الشهادة الدراسية ممكن تعني؟ لا المتطلبات مثل ما ربما يعني يعرف معظمكم لازم يكون معك إما ثانوي بالحد الأدنى يعني لازم يكون معك شهادة ثانوية بالحد الأدنى طبعا إذا شهادة ثانوية يجب أن يكون لديك خبرة حوالي خمس سنوات في إدارة المشاريع طبعا مو شرط كمدير مشروع لكن كشخص شارك في إدارة أحد جوانب المشروع مثلا شاركت في إدارة التكاليف شاركت في إدارة مثلا الفريق شاركت في إدارة مثلا الجدول الزمني تمام؟ شاركت في إدارة المخاطر فيجب طبعا أن يكون لك خبرة على الأقل خمس سنوات إذا معك شهادة ثانوية إذا معك شهادة جامعية يطلب منك خبرة ثلاث سنوات طبعا أستاذ سلمان في شيء ببلاش؟ ما في شيء ببلاش خصوم الاختبار مثل ما ذكرنا 555 دولار تأخذها البي ام آي تدفعها أونلاين على موقع البي ام آي سوف نعطي أمثلة باستخدام مايكروسوفت بروجيكت وبرنامج آخر اللي هو الـ UPS Pro على يعني بعض الأمور لكن طبعا هذه الدورة لا تتعلق ببرنامج هذا العلم لا يختص بأداء محددة تمام؟ فكمدير مشروع تستطيع أن تستخدم مايكروسوفت بروجيكت تستطيع أن تستخدم بريما فيرا تستطيع أن تستخدم في مئة برنامج أنت حر في استخدام الأدوات اللي تراها مناسبة لكن سوف نعطي بعض الأمثلة هناك طبعا دورات متخصصة دورة متخصصة في مايكروسوفت بروجيكت أو بريما فيرا لكن موها يا هذه الدورة هذه الدورة تعطيك علم إدارة المشاريع بغض النظر عن الأدوات اللي سوف تستخدمها تدريس مشاريع تخرج صعب يعني يجب أن تضعها بسياق مناسب يعني لو سميناها مثلا يعني المشروع مثلا مساعدة طلبة على إنجاز مشاريعهم ممكن هذا اللي ذكرناه قبل قليل يا أخت ملك قلنا ولا مالك قلنا الامتحان متوفر ب11 لغة منهم العربي منهم العربي أيضا في أي سؤال آخر أي سؤال آخر ما في أفضلية لا الشهادة هي نفسها سواء أخذتي الامتحان باللغة العربية والإنجليزية تحصلين على نفس الشهادة ما حدث أي سؤال آخر طيب إذن نقف استراحة لمن بيت نصف ساعة ونتابع في الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة من عادتي يعني جرت العادة أني أضع سؤال في تويتر تمام من كل محاضرة فالآن سوف أضع لكم سؤال في تويتر يرجى الإجابة عليه تمام نراكم إذن بعد نصف ساعة إن شاء الله دمتم بحبت الله بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم إذن مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ونتابع في هذه المحاضرة ذكرت قبل قليل من يسألني عن اللغة الإنجليزية يقول إذا لغتك الإنجليزية متوسطة فأقل خذ الامتحان باللغة العربية إذا لغتك الإنجليزية متوسطة فأقل خذ الامتحان باللغة الإنجليزية طيب نتابع إذن ونقف عند المحطة الثانية مثل ما رأينا في عشر محطات وصلنا الآن للمحطة الثانية والتي فيها سوف نتكلم عن الدليل المعرفي PM Book Guide اختصالا طبعا البراجيكت مانجمنت بادي أوف نوليج الدليل المعرفي في إدارة المشاريع وهو الدليل أو هو الكتاب الذي وضعته البيم آي واعتمدته والذي بنيت عليه هذه الدورة ذكرنا يا أخوان ليش الأسئلة بعض الأسئلة مكررة قلنا الشهادة هي نفسها سواء أخذت امتحانك بالعربي ولا الإنجليز ركزوا معانا الله سعلكم عشان منعيد الكلام ويضيع الوقت طيب الصوت واضح للجميع الصوت واضح مرة أخرى يعني إذا كان بعض الأخوة عندهم مشكلة في الصوت تأكدوا من الإعدادات لديكم تأكد أنه عندك اتصال بالإنترنت جيد وما عندك أي مشكلة في الجهاز طيب ما هو إذن هذا الدليل المعرفي لإدارة المشاريع هو مثل ما ذكرنا هذا الكتاب الرسمي الذي وضعه معه الإدارة المشاريع والذي يقوم بتطويره باستمرار والآن نحن الآن في الإصدار السادس كما تعلمون وقريبا سوف يتم اعتماد الإصدار السابع متوقع في نهاية إبريل لكن طبعا اعتماد الإصدار السابع لا يعني بالضرورة أنه حيبدأ الامتحان على الإصدار السابع مباشرة الامتحان على أن يتأخر بعد اعتماد الإصدار أحيانا بأشهر فلا ندري بالضبط يعني متى يبدأ الإمتحان على الإصدار السابع لكن عموما الإصدار السابع يتوقع وأيضا يعني ليس بالضرورة أن يكون التوقع صحيح يتوقع أن يصدر في أو أن يعتماد عفوا في نهاية أبريل طبعا هذا الدليل المعرفي هو في الأصل المعيار ستاندرد معيار إدارة المشاريع الخاص بالPMI في الPMI وضعت هذا المعيار فهذا المعيار هو عبارة عن الأفضل الممارسات أو المعرفة التي المعرفة التي يعني تعتبر أفضل الممارسات في إدارة المشاريع إذا أردت أن ترير مشروع التزم بهذه الممارسات التزم بهذه الممارسات المثلة اللي نسميها good practice أو best practice تمام هذه الممارسات وهذه الإرشادات تنطبق على معظم المشاريع معظم الوقت وبغض النظر عن نوع المشروع سواء كان مشروعك في مجال تقنية المعلومات ولا مشروعك في جمعيات أهلية ولا مشروعك ربحي ولا غير ربحي ولا مشروعك بناء تمام هذا ستاندرد معيار إذن مثل ما ذكرنا عبارة عن أفضل الممارسات يطبق بغض النظر عن نوع المشروع وحجم المشروع نعم؟ هي عبارة عن ما ذكرنا إرشادات عامة أو إطار عام نسميها framework نستخدم كلمة framework يعني إطار عام وليس منهجية methodology لأن المنهجية هي أني أعطيك خطوة بخطوة ماذا تفعل نحن هنا أو هذا الدليل المعرفي وهذا الكورس لا يعطيك ما منعطيك خطوة بخطوة إيش تسوي في مشروعك لا إحنا نعطيك أفضل الممارسات أفضل الطرق أفضل الإجراءات أفضل العمليات التي تستطيع أن تستخدمها في مشروعك بغض النظر عن وين مشروعك وحجم مشروعك وفي أي صناعة مشروعك فهذه ممارسات عامة تنطبق على أي مشروع طبعا كل مؤسسة الآن وكل شركة المفروض أنها تأخذ هذا الإطار العام هذه الفريمورك أفضل الممارسات هذه وتحولها إلى منهجية تتناسب مع طبيعة عملها تتناسب مع طبيعة مشاريعها تتناسب مع حجمها تمام؟ فهذا الشيء أيضا مهم يجب أن نعرفه في هذه الدواء نحن نتعلم أفضل الممارسات ولا نتعلم منهجية واحدة فقط تطبق على مؤسسة واحدة أو على حكومة واحدة أو على دولة واحدة أو ما إلا ذلك أوكي؟ هذه أو ما سوف نتعلمه هو إطار عام إرشادات عامة وأفضل الممارسات وليس منهجية محددة تطبق على فئة محددة من المشاريع هذا هو المختصر لا تفكر الآن في الإصدار السابع يا أستاذ معتز لسه بدري عليه ولا تشغل بالك فيه لأنك إذا شغلت بالك فيه حيطلع لك ما هي محتويات الدليل المعرفي لإدارة المشاغرية؟ تعالوا نوريكم الدليل المعرفي بالعربية سوف أقوم بمشاركة الشاشة طبعا هذا موجود معكم في المجلد المشترك في المجلد اللي هو البينبوك كايل دليل المعرفي لإدارة المشاريع موجود معكم باللغة خلينا نشوف إذن ما هي المحتويات طيب الدليل المعرفي هو أولا جزء تمام؟ هذا هو الجزء الأول الذي يحتوي على زي ما شايفين مقدمة عناصر أساسية بيئة دور مدير المشروع كفاءات ثم المجالات المعرفية العشرة اللي هي تكامل وإدارة التكامل ما يتعلق بها ثم نطاق المشروع أو السكوب ثم الجدول الزمني ثم التكاليف إدارة التكلفة ثم إدارة الجودة ثم إدارة الموارد وإدارة التواصل إدارة المخاطر إدارة المشتريات وأخيرا إدارة المعنيين بالمشروع تمام؟ هذا الجزء الأول إذن يحتوي على عشر مجالات معرفية سوف نعود إليها وسوف نرخصها في الشريحة مكتوبة عندكم عشر مجالات معرفية يفترض أن يعرفها مدير المشروع هذه اللي نسميها knowledge أو المعرفة التي يجب أن تتوفر لها مدير المشروع الجزء الثاني واللي هو أنا بنظري ربما يعني أهم من الجزء الأول اللي هو المعيار نفسه standard مثل ما ذكرنا هذا الدليل هو الشرح للمعيار وهذا المعيار هو المعيار المعتمد لإدارة المشاريع هذا المعيار الذي وضعه الـ PMI تمام؟ فالمعيار يركز على إذن في مقدمة طبعاً في الأول بعدين مجموعة عمليات البدء كيف تبدأ مشروعك ثم التخطيط كيف تخطط لمشروعك ثم التنفيذ طبعاً التخطيط طويل شوي ثم التنفيذ مجموعة عمليات التنفيذ كيف تنفذ مشروعك ثم مجموعة عمليات المتابعة والتحكم كيف إذن تتابع أداء مشروعك وتضبطه أنا أفضل كلمة ضبط عن التحكم ضبط المشروع وفي النهاية كيف تغلق مشروعك مجموعة عمليات الأخلاق تمام؟ أنا برأيي يعني هذه مئة صفحة طبعاً المعيار هذا إذا يعني رأيتم حوالي مئة صفحة فقط باللغة العربية يعني أنا أجده مهم أنكم تقرأوا أوكي؟ قرأوا خذوا معاك في الدوام أو أنت ورايح في مشوار كذا مئة صفحة يعني تأخذ منك ربما إذا الصفحة دقيقة فلنفرض ولا دقيقتين يعني يأخذ منك ساعتين إذا اليوم ساعة وبكرة ساعة تنتهي منه مهم يضعك في الجو يضعك في الجو كمدير مشروع كيف أبدأ إطلاق المشروع كيف أخطط للمشروع كيف أنفذ المشروع كيف أضبط وأراقب المشروع بشكل مختصر وبسيط وسريع تمام؟ وهذا يجعلك يعني يعني تدخل في الجو أكثر وتفهم أكثر لما نتكلم يعني على بعض الأمور اللي هنتكلم عليها في النوم تمام؟ فهذا هو الدليل المعرفي وهذه هي محتويات الدليل المعرفي وموجود معكم مثل ما ذكرنا في المجلد المشترك موجود في المكتبات موجود في المكتبات في جرير أظن موجود وفي العبريكان موجود إذا حبيتوا يعني أنكم تشترون فبإمكانكم تشترون أوكي؟ لا أنا برأيي من الآن يعني من الآن إذا استطعت أن تقرؤوا المعيار فقط مو كل الدليل المعرفي الدليل المعرفي حوالي 700 صفحة لكن المعيار الجزء الثاني حوالي 100 صفحة مثل ما ذكرت لكم يعني إذا عندك وقت ساعتين اليوم يمديك تقرؤهم أوكي؟ ليس أكثر من ذلك حتى لو تطبعهم حتى أستاذ نجاح يعني اتبعي فقط المائة المائة صفحة لا تطبعي كل المعيار إذا يعني ما وجدتي في مكتبة أو شيء تمام؟ فإذن هذه هي محتويات الدليل المعرفي وهذا الكورس مثل ما ذكرنا هو مبني على هذه المحتويات على أساس هذه المحتويات أوكي؟ وهي مثل ما ذكرنا بشكل أساسي المجالات المعرفية العشرة اللي سابقا سابقا كان الامتحان يركز عليها كان الامتحان يركز عليها اللي هي هنعيدها بشكل سريع افتح الفهرة سيبان معك افتح الفهرة سيبان معك من أي صفحة يبدأ ومن أي صفحة ينتهي إذن المهارات أو المجالات المعرفية العشرة هي كالتالي إدارة نطاق العمل scope management إدارة الجدول الزمني schedule إدارة التكاليف cost إدارة الجودة quality إدارة الموارد resources إدارة التواصل communication إدارة المخاطر risk management إدارة المشتريات procurement management إدارة المعنيين stakeholder وأخيرا وليس آخرا إدارة التكامل integration management إذن هذه هي المهارات التي يجب أن يتقنها ويعرفها مدير المشروع هذه المهارات تتداخل وتتقاطع فيما بينها وتتكامل لذلك عندي المهارة الأخيرة اللي هي integration مهارة التكامل تمام طيب من المعروف لدى مدراء المشاريع يعني جرت العادي أن يتم دائما الحديث عن المثلث أو ما يسمى بالمثلث الذهبي في إدارة المشاريع هذا المثلث يمثل القيود الأساسية أو المحددات الأساسية التي تقيد أي مشروع أي مشروع مهما كان كبير أو صغير تقيده ثلاث أشياء أي مشروع هو مقيد أو محدد بسكوب بنطاق عمل محدد إذن أعمال محددة يجب أن أقوم بها سكوب وأي مشروع هو مقيد بزمن محدد تايم مثل ما اتفقنا المشروع نشاط مؤقت فإذن هو مقيد بزمن وأي مشروع هو مقيد بتكلفة محددة لا نستطيع أن نتجاوزها ما فيني أخصص ميزانية لا نهائية لأي مشروع فإذن أي مشروع هو مقيد على الأقل بثلاثة قيود ممكن يكون في قيود أكثر لكن القيود الأساسية لذلك نسميها قيود أساسية core constraints لأي مشروع هي ثلاثة نطاق عمل إذن أعمال يجب أن أقوم بها وقت زمن محدد للإنجاز cost تكلفة محددة للإنجاز وجرت العادة على تمثيلها بمثلث ليش بمثلث ليش بمربع ولا مستطيل ولا مدري إيش مين يجاوب السبب هو أن هذه القيود ترتبط وتعتمد على بعضها البعض فإذا زاد مثلا نطاق العمل ماذا يحصل؟ هتزيد التكاليف وحيزيد الوقت صحيح ولا لا؟ أي نعم نعم أحيانا الجودة نعتبرها من سكوب أحيانا نعتبرها من فصيلة أحيانا الثلاثة كلهم نعتبرهم جودة هذا موضوع يعني أو نقاش طويل ما علينا منه نقاش سفستائي مثل ما يقال يعني المهم أن نفهم أن هذه القيود الثلاث التي تحيط وتحدد أي مشروع وهي مترابطة وتعتمد على بعضها البعض تمام؟ طيب في نقطة الآن مهمة يجب أن نعرفها من الآن ما هو الثابت وما هو المتغير في هذا المثلث؟ في إدارة المشاريع التقليدية اللي استخدمناها لآلاف السنين ربما كان دائما اللي ثابت هو نطاق العمل اللي ثابت ومحدد هو نطاق العمل يعني يجي لعندي المدير والعميل والكذا يقول لي أنا أريد أن أقوم بالأعمال الفلانية أو أنا أريد أن أبني برج هنا أو أنا أريد أن أبني ذلة هنا أو أنا أريد تطبيق موبايل يسوي كذا وكذا 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 فيعطيني الأعمال المحددة اللي هو نطاق العمل المحدد الثابت وبناء عليه نضع له ميزانية ونضع له تكلفة تمام؟ فإذا فيما بعد اضطرينا نغير أي شيء في نطاق العمل تتغير معه التكلفة وتتغير معه الزمن مثل ما أنتوا شايفين طيب هذه إدارة المشاريع التقليدي الآن نحن نعيش في عصر مختلف الآن في عصرنا الأمور اختلفت الآن صار الثابت هو المتغير فلذلك صار كثير من المشاريع وخاصة المشاريع التقنية ما في لها أو ما أستطيع أني أحدد نطاق العمل نطاق العمل أصلا غير واضح نطاق العمل أصلا يحتمل كثيرا التغيير أريد أن أبني مثلا موبايل أبليكيشن لكن لسه ما أدري إيش الميزات اللي حيكون فيها عندي يعني تصور مبدئي لكن في أفكار كثيرة أستطيع أني أطبقها فلنطاق العمل ما هو ثابت نطاق العمل متغير تمام فعندما يأتي لعنبي هذا الشخص ويقول لي أنا أريد أن أبني موبايل أبليكيشن لكن لسه ما أدري إيش بالضبط إيش الميزات اللي حتكون فيه كيف هذا حتفق أنه معه كيف حتفق معك على إدارة مشروع ما أعرف إيش الأعمال اللي حتكون موجودة فيه أو إيش هو المنتج الذي تريد أن تبنيه ما عندك لسه وصف مفصل له عندها إذن ظهرت الإدارة الرشيقة اللي قلبت هذا المثلث إدارة الرشيقة الآن تستخدم المثلث المقلوب بدل ما نثبت نطاق العمل ونتفق على أساس نطاق عمل واضح وثابت حنتفق على أساس تكلفة وزمن ثابتين إجيت أنت عندي عميل قلت لي أتفق أنا وأنت أو إجيت الإدارة مثلا جاءت الإدارة العليا إحنا عندنا ميزانية فلنفرض مليون ريال وزمن ستة أشهر نريد أن نبني تطبيق موبايل لتوصيل مثلا مدري لتوصيل الموظفين لمقر العمل مثلا أو تطبيق موبايل لمتابعة الحضور والغياب الآن إذن اللي ثابت هو الميزانية والزمن اللي متغير هو نطاق العمل طيب فنبدأ نبني التطبيق بعدين كل يوم كل واحد يغير رأيه ويعطينا ميزات جديدة وإضافات يريدها على التطبيق أو لا سوي كذا عادل ما عندك مشكلة غير في نطاق العمل زي ما أنت تحب لكن اللي ثابت اللي هو الميزانية والزمن وهذا يساعد الإدارات في ضبط الميزانية الآن المشكلة الكبيرة التي تعاني منها الكثير من الإدارات أنه دائما في تجاوز للميزانية يبدأ المشروع على أساس حيكلفنا مليون ريال ينتهي المشروع يكون كلفنا مليونين ريال تمام؟ ليش؟ لأنه على أساس أنه نطاق العمل واضح اكتشفنا بعدين أنه نطاق العمل مو واضح وفي تغييرات كثيرة وفي أشياء ما تمت مثل المخطط له وكذا فيحصل تجاوز الميزانية لكن في الإدارة الرشيقة احنا نتفق أصلا على الميزانية والوقت ونبني المنتج حسب طلبات العميل حتى لو يغير رأيه كل يوم ما عندنا مشكلة غير رأيه مهم أنه نبني له شيء هو الذي يحبه هو الذي يريده نبني له القيمة التي يبحث عنها ضمن هذا الزمن وضمن هذا أو هذه التكلفة المحددة واضح؟ فلذلك إذن ينقلب هذا المثلث يصبح الثابت في الإدارة الرشيقة هو التكلفة والزمن والمتغير هو نطاق العمل واضح يا أخوات كيف؟ في الإدارة التقليدية إذن عندي هذا المثلث الذي يكون فيه نطاق العمل واضح وثابت ونتوقع فيه تغييرات قليلة وبالتالي لا نحب التغيير هنا في الإدارة التقليدية نكره التغيير ونحاول أن نقلل من التغيير قدر الإمكان أما في الإدارة الرشيقة فنحن نرحب بأي تغيير يقترح العميل يضيف له أو يحسن من أداه تمام؟ طيب حبذ أثناء المراجعة هذا أيضا أشجعكم عليه أنكم تسابوا ملخصة بأهم النقاط دائما التلخيص يساعد لكم أيضا في التركيز فلو جبتوا دفتر وأثناء مراجعة المحاضرة بكرة إن شاء الله قمتم بتلخيص هذه المحاضرة فمساعدكم ذلك في التركيز كثيرا جميل طيب ما هي العناصر التي يشرحها ويركز عليها الدليل المعرفي غير المجالات المعرفية العناصر الـ Components أجزاء التي تتكون أو التي يتكون منها الدليل المعرفي أولا مثل ما ذكرنا في بداية المحاضرة الـ Project Life Cycle دورة حياة المشروع فيجب أن نفهم كمدراء مشاريع ما هي دورة حياة المشروع كيف يولد كيف ينمو كيف يهرم كيف يموت ما حنشوف فإذا في مراحل مختلفة في Project Faces في مراحل مختلفة يمر بها المشروع من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته انتهاءه اكتماله تمام؟ حنشوف ما هي هذه المراحل حيكون لدي أيضاً Phase Gates بوابات عبور ما بين كل مرحلة والمرحلة التي تليها تمام؟ ما هي فائدة هذه البوابات؟ أيضاً حنشوف حيكون لدينا عمليات Project Management Processes هذه العمليات اللي ذكرتها في بداية المحاضرة التي يمكن أن تصل إلى 49 عملية تستخدم في إدارة المشاريع حنشوف إذن هذه العمليات أيضاً وهذه العمليات تتوزع على خمس مجموعات Process Groups إذن عندي 49 عمليات تتوزع على خمس مجموعات حنشوفها بالتفصيل مجموعة من العمليات لإطلاق المشروع مجموعة من العمليات للتخطيط للمشروع مجموعة من العمليات لتنفيذ المشروع مجموعة من العمليات للضبط ومراقبة المشروع ومجموعة من العمليات لإغلاق المشروع فعندي خمس مجموعات تمام؟ والمجالات المعرفية العشرة اللي ذكرناها اللي تبدأ بالقيود الثلاثة نطاق العمل في المشروع الجدول الزمني في المشروع التكلفة في المشروع ثم الموارد في المشروع التواصل في المشروع المخاطر في المشروع المشتريات في المشروع المعنيين في المشروع والتكامل في المشروع مجالات المعالفية العشرة اللي ذكرناها قبل قليل طيب تعالوا نأخذ نظرة عامة ونبدأ بدورة حياة المشروع دورة حياة المشروع الآن هنتكلم على مشروع صغير المشروع الصغير البسيط مو المشروع الكبير المشروع الكبير هنتكلم عليه بعد شوي فالآن هتكلم على مشروع صغير وبسيط المشروع الصغير والبسيط يتألف أو دورة حياته تتألف من أربع مراحل شوف هذه البروجيكت لايف سايكل دورة حياة المشروع كم مرحلة فيها أربع مراحل نسميها الجينيريك فيزز المراحل العامة المراحل العامة الجينيريك فيزز اللي مثل ما ذكرنا هتكون موجودة في أي مشروع مهما كان بسيط أو صغير أربع مراحل بناس تلخبط وتفكر أنه خمس مراحل لا مو خمس مراحل هي أربع مراحل لكن هي خمس مجموعات لما تكلمنا على مجموعات العمليات هي خمس مجموعات من العمليات لكن دورة حياة المشروع الجينيريك فيزز المراحل النوعية أو المراحل العامة هي أربعة ما هي هذه المراحل الأربعة؟ مرحلة لإطلاق المشروع مرحلة لتنظيم وتحضير وتخطيط المشروع مرحلة لتنفيذ العمل في المشروع carrying out ومرحلة لإكمال المشروع وإغلاقه completing the project تمام؟ أربع مراحل طيب هذه دورة حياة المشروع تتألف من أربع مراحل لكن في مرحلة أو عمل يتم قبل المشروع قبل ولادة المشروع قبل إطلاق المشروع هذه المرحلة أو هذا العمل يسمى pre-project work أعمال ما قبل المشروع هناك أعمال عادة نقوم بها قبل المشروع ليش برأيكم؟ أو ما الهدف من هذه الأعمال؟ أو ما هي هذه الأعمال التي أقوم بها قبل المشروع؟ إيش رأيكم؟ إيش حنسوي قبل المشروع؟ ماذا نفعل؟ أحسنت يا أستاذ معتز نعم جميل يا أستاذ محمد تمام؟ تمام يا عمر تمام يا سارة ها؟ بس مو تحديد فريق؟ لا حنشوف أو أذكر أيوة دراسة جدوى؟ صح؟ جميل إذن أعمال ما قبل المشروع تركز على اتخاذ القرار تركز على اتخاذ القرار يا ترى هل المشروع هذا يستاهل نطلقه؟ ولا ما مستاهل؟ لا أيضا ما في اعتماد مخططات كل هذا اللي ذكرتيه يتم في أثناء المشروع لكن قبل المشروع قبل المشروع في سؤال مهم جدا يجعل الإدارة سهرانة طول الليل ويتفكر هل نطلق المشروع؟ ولا لا نطلقه؟ فإذن يجب أن نجيب على هذا السؤال كيف نجيب على هذا السؤال؟ مثلا ندرس أولا احتياجات المؤسسة هل تحتاج المؤسسة لهذا المشروع؟ هل هناك مشكلة معينة نحتاج لحلها في المؤسسة؟ هل عندنا مشكلة تنظيم؟ هل عندنا مشكلة إدارة؟ هل عندنا مشكلة تسويق؟ هل عندنا مشكلة جودة؟ هل عندنا مشكلة سعودة؟ هل عندنا هل عندنا؟ تمام؟ فإذن نيدز تقييم ومن ثم بناء على هذه الاحتياجات يتم وضع أو يتم القيام عادة بدراسة جدوى نسميها باللغة الإنجليزية feasibility study دراسة الجدوى إذن ما هي الجدوى من هذا المشروع؟ لو قمنا بهذا المشروع باختصار كم حيكلفنا؟ وما هي المنفعة التي سوف يحققها؟ إذن ما هي تكلفة القيام بهذا المشروع؟ وما هي المنفعة التي سوف يحققها؟ هذه هي دراسة الجدوى باختصار فإذا كانت المنفعة أكبر من الجدوى تمام؟ مرحباً إذا كانت إذن دراسة الجدوى إيجابية فالمنفعة أكثر من التكلفة تمام؟ طبعاً هذا سوف يترافق مع خطة نضعها على التوازي مع دراسة الجدوى أو مع البزنس كيس قضية المشروع اللي هي خطة إدارة المنافع Benefits Management Plan إذن ما هي المنافع التي سوف يجلبها هذا المشروع؟ وكيف سوف نديرها؟ بمعنى كيف سوف نعمل على تحقيقها؟ من مسؤول عن هذه المنافع؟ كيف سوف يقيسها؟ كيف سوف يتابعها؟ تمام؟ إذن أحتاج أيضاً خطة لإدارة هذه المنافع لقياسها للتأكد من تحقيقها هذه الأعمال كلها قبل أن نطلق المشروع ليست في دورة حياة للمشروع هذه أعمال قبل المشروع Pre-Project Work إذن قبل أن تطلق أي مشروع يجب أن تتأكد أن هناك جدوى من إطلاق هذا المشروع يجب أن تتأكد أن هذا المشروع يحلك مشاكل موجودة لديك يجب أن تتأكد أن المنافع التي سوف يحققها هذا المشروع ومرة أخرى نذكركم أن هذه المنافع قد تكون مادية وقد تكون غير مادية لكن في النهاية هذه المنافع يجب أن تكون أكبر من التكلفة أكبر من التكلفة التي سوف نتكلفها في المشروع النتائج هذه الدراسات وتحديداً دراسة الجدوى التي في البزنس كيس التي تعبر عنها هذه الوثيقة التي نسميها البزنس كيس وثيقة قضية العمل ما هي القضية إذن التي سوف يحققها هذا المشروع هذه النتائج هي اللي هتروح لي أو هتكون input هندخلها للمرحلة الأولى اللي هي مرحلة إطلاق المشروع وتلخص في الوثيقة المهمة جداً اللي نحن نتكلم علىها بتفصيل لاحقاً وأول وثيقة نقوم ببناءها في المشروع نقوم بتحضيرها في المشروع هذه الوثيقة اسمها ميثاق المشروع أو الـ Project Charter هذه الوثيقة إذن تحتوي على تلخيص عن البزنس كيس اللي نتيجة دراسة الجدوى سوف نضعها في الـ Project Charter فإذن Project Charter توضح ما هي أهداف المشروع ما هي المشاكل التي يحلها المشروع ما هي المنافع التي يجلبها المشروع وبعض المحددات العامة المتطلبات العامة للمشروع المخاطر العامة للمشروع تمام التكلفة التقديرية للمشروع الزمن المقدر للمشروع تمام هذه الوثيقة المهمة جداً اللي سوف نقوم بتحضيرها يتم رفعها إلى الإدارة لاعتمادها Project Charter بعد ما نحضرها ونحدد أيضاً إسم راعي المشروع اللي سوف يقوم على رعاية المشروع وإسم مدير المشروع المرشح لإدارة المشروع يتم رفع هذه الوثيقة إلى الإدارة العليا تمام فإذا اعتمدت الآن الإدارة العليا ستأخذ هذا الميثاق وتقرأ هذا الميثاق وتشوف هل فعلاً نحن نحتاج لهذا المشروع هل هذا المشروع فعلاً يستاهل أنه نستثمر فيه وندفع فيه فلوس هل المنافع اللي حيجلبها المشروع مهمة لنا ولا في مشروع آخر حيجلب لنا منافع أفضل مثلاً تمام وبالتالي تتم مناقشة هذا التشارتر فإذا اعتمد إذا اعتمدت هذه الوثيقة عندها إذن يعتبر المشروع ولد ولادة رسمية تمام وتسلمت أنت مهامك كمدير مشروع الآن أصبحت مدير مشروع رسمي قبل ذلك قبل اعتماد الميثاق ما كنت مدير مشروع رسمي كنت لسه مرشح لإدارة المشروع لكن توقيع هذه الوثيقة واعتماد هذه الوثيقة هو الذي يجعل منك هو الذي يعلن بداية المشروع ويجعل منك مدير مشروع ويعطيك صلاحياتك كمدير مشروع واضح إلى الآن واضح أيها الأخوات في أي سؤال لحد الآن ها سألوني إذن الأعمال التي قمنا بها قبل المشروع تتركز بشكل أساسي على دراسة جدوى ها والتأكد من أن هذا المشروع سوف يحقق منافع وأن هذه المنافع أكثر من التكاليف بعد ذلك قدمنا مقترح للإدارة ها بشكل ميثاق للمشروع وهذا الميثاق تأخذه الإدارة وإما ترفضه فيموت المشروع قبل أن يبدأ قبل أن يولد أو تعتمده فيولد المشروع مين اللي يسوي البزنس كيس؟ ممكن يكون أحد من موظفيننا داخليا محل الأعمال بزنس أناليست وممكن أن نعطي دراسة جدوى هذه لشركة خارجية في شركات متخصصة في دراسات الجدوى لسه بدري بكلام على ماذا يحتوي البروجيكت التشارتر بالتفصيل تبدأ صلاحيات مدير المشروع مثل ما ذكرنا عند اعتماد التشارتر عند اعتماد ميثاق المشروع لما تعتمده الإدارة تمام؟ يعتبر بمثابة أمر تكليف ها صح؟ بعض الشركات تسميه أمر تكليف أمر تكليف ومباشرة تمام؟ تكليف رسمي لمدير المشروع بالبدأ بإدارة المشروع وبالبدأ بتخطيط للمشروع تمام؟ واضح؟ طيب فإذا إذا اعتمد مثل ما ذكرنا ميثاق المشروع اعتمدته الإدارة واستلم مدير المشروع مهامه بشكل رسمي انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة مثل ما ذكرنا التنظيم والتحضير أو التخطيط وهنا يقوم مدير المشروع ببناء خطة كاملة لإدارة المشروع أستاذ مؤيد عادة يعني في اختلاف في المعرفة يعني مدير المشروع مثل ما ذكرنا يقوم على إدارة المشروع أما اللي حيدرس جدوى هذاك شخص آخر مختص بدراسات الجدوى تمام؟ يركز على الجوانب المالية والدراسة يعني الأوبريشن وتحليل العمل نفسه وكذا فالاختصاصات مختلفة ما يمنع أنه ممكن أحيانا مدير المشروع يكون عنده قدرة لكن لا غالبا يعني في جهة متخصصة هل ميثاق المشروع له علاقة بسؤالك؟ لا ما له علاقة بسؤالي سؤالي كان واضح يعني المفروض المحاضرة الأولى أعطتكم الإجابة بشكل واضح طبعا السؤال عادة إحنا نطرح السؤال اليوم نجيب عليه بكرة في نفس الوقت هل ممكن البدء في المشروع قبل خطوة التحضير؟ ممكن ممكن أبدأ مشروع بدون ما أسوي دراسة جدوى؟ ممكن لكن لا نضمن لك النجاح إحنا ليش نسوي دراسة جدوى؟ ليش أسوي دراسة جدوى؟ عشان قدر الإمكان أتخذ أعرف نفسي أني اتخذت القرار الصحيح ما أني أطلقت مشروع ما هيجب لي منفعة أو هيجب لي منافع لكن هيكلفني أكثر من هذه المنافع عشان كده سوينا دراسة جدوى صح ولا لا أما والله إذا حبيت أنك تسوي مشروع بدون دراسة جدوى ممكن لكن أنت تتحمل يعني مسؤولية الفشل بسبب يعني إذا صار بسبب نقص التخصيص أي ممكن ممكن أخي الكريم ممكن سواء مفروض ولا غير مفروض ممكن بغض النظر ممكن أي مشروع تطلقه بدون دراسة جدوى مرة أخرى اللي نذكره هنا اللي أعلمه لكم وأقوله لكم هو العالم المثالي هو الشيء اللي المفروض نسويه لكن اللي يصير في عالم آخر في العالم الموازي في العالم الواقعي شيء ثاني تمام طيب فإذا المرحلة الثانية سوف تركز على الإعداد مثل ما ذكرنا خطة لإدارة المشروع خطة إدارة المشروع ما هي هل هي جدوى الزمني للمشروع إيش هي خطة إدارة المشروع من يجاوب لما يقول لك مثلا سوي لنا خطة إيش تروح تسوي ها أي وإيش يعني خطة التنفيذ كيف يعني منهجية طيب هل هي خطة واحدة ولا أكثر من خطة جميل أيوة جميل أي نعم إذن خطة إدارة المشروع هي ليست خطة واحدة حقيقة وإنما هي مجموعة من الخطط في خطة تتعلق بالزمن صح جدول الزمني للمهام التي سوف نقوم بها في المشروع في خطة تتعلق بالتكاليف والتكاليف التي سوف ندفعها موازنة المشروع في خطة تتعلق بالمخاطر وما هي وكيف سوف نتعامل معها في المشروع في خطة تتعلق بالمشتريات في المشروع وفي خطة تتعلق بجمع المتطلبات في المشروع وفي خطة تتعلق بإدارة الموارد في المشروع الموارد البشرية وربما خطة أخرى الموارد الماء إذن في عندي مجموعة خطط مثل ما سوف نرى بالتفصيل لاحقاً وهذه الخطط يجب أن تتكامل أدمجها وكاملها مع بعضها البعض كي أحصل على خطة إدارة المشروع كي أحصل على خطة إدارة المشروع طيب فعندما نحصل على خطة إدارة المشروع الكاملة والمتكاملة يتم اعتمادها من الإدارة يجب أن تعتمد من الإدارة كي نبدأ التنفيذ عشان نروح للمرحلة الثالثة لمرحلة التنفيذ carrying out the work في التنفيذ طبعاً الشيء اللي خططنا له سوف نقوم بتنفيذه صح؟ حتى ننتهي من تنفيذ كل الأعمال اللي وضعناها في الخطة فإذا انتهى التنفيذ نذهب إلى المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الإغلاق والانتهاء اللي هي بشكل أساسي مرحلة توثيق توثيق لكل ما جرى في المشروع تحضير أو إكمال للدروس المستفادة اللي سنزلير وتوثيقها وبالتالي إذن إغلاق كل طبعاً تعاقدات تسريح كل المواد في المشروع وبالتالي إغلاق المشروع بشكل كامل تمام إذن هذه هي المراحل الأربعة التي يمر بها أي مشروع وأبسط وأصغر مشروع تمام المقصود بالتنفيذ لا الفيس جيت غير مرحلة التنفيذ يا أستاذ معتز مرحلة التنفيذ هي هذه المرحلة carrying out the work اللي هي أني أسوي العمل اللي خططنا له العمل اللي وضعناها في الخطة ننفذ تمام طيب نأتي الآن لموضوع الفيس جيت هذه شايفين هذه البوابات لاحظ أنه بين كل مرحلة ومرحلة في بوابة صح شفتوها هذه اسمها فيس جيت بوابة عبور ما هو الهدف من هذه البوابة ولماذا أضع بوابات عبور بين كل مرحلة والثانية من يعرف من يستطيع أن يجيب استخدم خيالك لا تعتمد أني أذكر لك كل شيء ليش أنا في داعي أني أحط زي بوابة عبور من مرحلة لمرحلة جميل يا أستاذ عبد الرحيم تمام يفيدني ذلك في التأكد قبل أن أنتقل إلى المرحلة التالية أني تأكد أني أتممت مهام المرحلة الأولى كيف يعني صمام أمان ما المقصود إيش يعني حسوي أيوة تمام جميل أيوة أتأكد أن المرحلة اكتملت منافعها ظهرت أستطيع أن أنتقل إلى المرحلة تعتمد الإدارة هذا الانتقال جميل ونقطة مهمة جدا ما ذكرتموها وهي نقطة مهمة في بوابة العبور هذه سوف نتأكد أن المشروع لا زال يحقق المنفعة أو في طريق تحقيق المنفعة المطلوبة يعني لا زال هناك جدوى من متابعة المشروع وإلا إذا في أي مرحلة أو في أي بوابة اكتشفنا أن المشروع لن يحقق المنافع المطلوبة أو أن المخاطر زادت كثيرا وما عدنا نستطيع أن نتحملها أو نتقبلها فعندها من الوالد جدا أني أقوم بإغلاق المشروع أو إنهاء المشروع أنه خلص ما عد في داعي إما ما عد في داعي ما عد في احتياج صارت مخاطر كثيرة ما عد في منافع أستطيع إذن أني أغلق مشروعي ليش؟ لأن الفشل المبكر فشل آمن فلذلك أنا دائما أحتاج إلى هذه النقاط نقاط المراقبة إذا المشروع حيفشل خلينا نسكره على طول ما أستمر وأصرف أموال وأصرف جهول وكذا وأنا عارف أن المشروع ما حيحقق منافع ولا حيحقق أهداف من الذي يعطي عادة الموافقة بالاستمرار أو لا عادة طبعا راعي المشروع الشخص كما ذكرنا اللي وضع لرعاية المشروع تم تعيينه لرعاية المشروع والإشراف عليه من الإدارة العهنة مو مدير المشروع لا تمام واضح فائدة هذه البوابات بوابات العبور أو بوابات المرور لذلك من أسماءها أيضا الشائعة اللي نستخدمها kill point نسميها نقطة القتل أنه في هذه النقطة هنمسك المشروع كذا ونقلبها هل لازال مجدي إذا مو مجدي إيش نسوي ناخذ المسدس خلاص نعدم المشروع كل point تمام واضح أيها الأخوات والأخوات كله تمام إن شاء الله كل الأمور واضحة أي سؤال تفلح ممتاز طيب السؤال الآن ربما سمعتم بدورة حياة المنتج product life cycle كل منتج من المنتجات اللي نتعامل معها في حياتنا اليومية لها أيضا دورة حياة هذا الموبايل له دورة حياة هذه الطاولة لها دورة حياة هذا التلفزيون له دورة حياة هذا الكمبيوتر له دورة حياة ما هي دورة حياة المنتج بشكل مختصر وسريع طبعا المحور الأفقي دائما يمثل محور الزمن سواء لما تكلمنا على دورة حياة المشروع أو الآن عندما يعني أو نريد أن نتكلم على دورة حياة المنتج أي منتج عادة يمر بأربع في حياته يمر بأربع مراحل بالمرحلة الأولى تكون مرحلة أو خلينا نستخدم شكل تكون إيش يا أستاذة أرى أول مرحلة مرحلة introduction نسميها ها تقديم المنتج يعني نضع تصميم أولي مثلا prototype نموذج أولي للمنتج ونشوف نختبره هل هذا المنتج مناسب هل الناس هتهتم بهذا المنتج هل هتشتري هذا المنتج ولا لا تمام بعد ذلك طبعا وإذا كان فعلا ثبت أن هذا المنتج حيكون يعني جيد والناس هتهتم فيه وتشتريه نبدأ بتصنيع هذا المنتج على يعني مستوى عالي وبالتالي ينمو المنتج طبعا في هذه المرحلة ممكن أن نطور المنتج نضيف له ميزات جديدة نحسن أداؤه نسوي إصدار أول وإصدار ثاني وايفون واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تمام إذن مرحلة النمو إذن المرحلة الأولى كانت مرحلة التقديم introduction introduction المرحلة الثانية كانت مرحلة النمو growth المرحلة الثالثة هتكون مرحلة يسموها النضوج يستقر المنتج خلص يستقر المنتج بشكله النهائي ما عاد نضيف عليه ميزات ما عاد نطور فيه بلغ مرحلة النضوج هنا يعني المبيعات حق المنتج والإنتاج يكون مستقر ثابت ما عاد في زيادة صار ثابت على نفس الوتيرة خلص انتهى وصل إلى حد الأعلى مبيعات ثابتة المنتج ثابت ما فيها أي تغييرات فيه تمام ومستقر بعد ذلك ستظهر منتجات منافسة وأفضل وربما بأسعار أقل فيبدأ تبدأ المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة التي هي مرحلة انحدار المنتج إذن هنا المرحلة الثالثة كانت maturity مضج المنتج وهنا المرحلة الأخيرة التي هي مرحلة decline انحدار المنتج تبدأ المبيعات تقل الإنتاج بالتالي يبدأ يقل وهكذا إلى أن ينتهي المنتج تماما ونلغي خطوط الإنتاج ونلغي المنتج بشكل نهائي تمام هذه هي المراحل الأربعة التي تشكل دورة حياة المنتج لproduct life cycle طيب إيش علاقة هذا الكلام بدورة حياة المشروع السؤال هو كالتالي أثناء دورة حياة المنتج سوينا مشاريع ولا ما سوينا مشاريع يعني مثلا لما وضعنا تصميم أولي للمنتج ما كان مشروع وضع تصميم أولي للمنتج لم يكن مشروع وبالتالي مر بدورة حياة بالمراحل الأربعة التي ذكرناها أي نعم ولما بنينا البروتو تايم أي نعم ولما اختبرناه أي نعم وبعدين لما وضعنا خطوط الإنتاج وبعدين لما حسننا وأصدرنا أصدار ثاني كل هذه هي مشاريع وحسننا في الجودة تمام وبعدين إذن سوينا حملة تسويق وانبيعات وكذا وآخر شيء حتى لما تخلصنا من المنتج ألا يعتبر أيضا مشروع نعم كل هذه مشاريعي إذن في دورة حياة منتج واحدة في نفس دورة حياة المنتج كم كان عندي دورة حياة مشروع كثير صح لذلك إذن دورة حياة المنتج تحتوي على بشكل عام تحتوي على أكثر من دورة حياة مشروع يعني دورة حياة المنتج طبعا أكبر وتحتوي على عدد من المشاريع وبالتالي عدد من دورات حياة المشاريع صحيح الكلام ولا لا متفقين تمام طيب سوف أقف هنا اليوم باعتبار المحاضرة الأولى سندلعكم شوي طبعا السبب الثاني أني حدخل على نقطة مهمة فأبغاكم تكونوا مركزين معي فهتركها للمحاضرة القادمة بإذن الله تمام وهي الآن هنتكلم عن مراحل المشروع مو العامة مو الجنريك وإنما المراحل عندما أريد أن أقسم المشروع الكبير إلى عدة مشاريع أو عدة مراحل تساعدني في إدارة هذا المشروع بشكل أفضل إذن نقف اليوم هنا في أي سؤال أيها الأخوة والأخوة موسيقى موسيقى موسيقى